الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو شريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في اصول الفقه المجلد الثاني وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نتابع القراءة في الفاظ العموم وهي خمسة اقسام يقول ولنا دليلان احدهما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم مع اهل اللغة باجماعهم اجروا الفاظ الكتاب والسنة على العموم الا ما دل على تخصيصه دليل فانهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم فعملوا بقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم واستدلوا به على ارث فاطمة حتى نقل ابو بكر رضي الله عنه نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة وأجروا السارق والسارقة والزانية والزاني ومن قتل مظلوما وذروا ما بقي من الرباء ولا تقتلوا انفسكم لا تقتلوا الصيد ولا تنكح المرأة على عمتها ومن اغلق عليه بابه فهو امن ولا يرث القاتل وغير ذلك مما لا يحصى على العموم ولما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال ابن ام مكتوم اني ضرير البصر فنزل غير اولي الضرر فعقل الضرير وغيره من عموم اللفظ ولما نزل انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن الزبعر لاغصمن محمدا فقال له قد عبذت الملائكة والمسيح افيدخلون النار فنزل ان الذين سبقت لهم من الحسن اولئك عنها مبعدون فعقل العموم ولم ينكر عليه حتى بين الله تعالى المراد من اللفظ ولما اراد ابو بكر قتال ماني عزكاه قال له عمر كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله الحديث فلم ينكر ابو بكر احتجاجه بل قال اليس قد قال الا بحقها والزكاة من حقها واختلف عثمان وعلي في الجمع بين الاختين فاحتج عثمان بقوله تعالى فمما ملكت ايمانكم واحتج علي بعموم قوله تعالى وانت جمعه بين الاختين ولما سمع عثمان بن مضعون قول لبيد وكل نعيم لا محال تزائل قال له كذبت ان نعيم الجنة لا يزول وهذا وامثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم العموم من صيغته والاجماع حجة ولو لم يكن اجماعهم حجة لكان حجة من حيث انهم اهل اللغة واعرفوا بصيغها وموضوعاتها الدليل الثاني ان صيغ العموم يحتاج اليها في كل لغة ولا تختص بلغة العرب فيبعد جدا ان يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة اليها ويدل على وضعه توجه الاعتراض على من عصى الامر العام وسقوطه عمن اطاع ولزوم النقد والخلف على الخبر العام وبناء الاستحلال والاحكام على الالفاظ العامة فهذه اربعة امور تدل على الغرض وبيانها ان السيد اذا قال لعبده من دخل داري فاعطه رغيفة فاعطى كل داخل لم يكن للسيد ان يعترض عليها ولو قال لما اعطيت هذا وهو قصير وانما اردت الطوال فقال العبد ما امرتني بهذا وانما امرتني باعطاء كل داخل فعرض هذا على العقلاء ارأى واعتراض السيد الساقطة وعذر العبد متوجهة ولو ان العبد حرم واحدة فقال له السيد لما لم تعطه قال لان هذا اسود ورفضك مقطض العموم فيحتمل انك اردت البيض استوجب التأديب عند العقلاء وقيل له ما لك وللنظر الى اللون وقد امرت باعطاء كل داخل واما النقد فانه لو قال ما رأيت احدا وقد رأى جماعة كان كلامه خلفا ومنقوضا وكذبا ولذلك قال الله تعالى قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى وانما اورد هذا نقضا على كلامهم فان لم يكن هذا عاما فلما اورد النقض عليهم فلعلهم ارادوا غير موسى فلما لزم دخول موسى تحت اسم البشر وأما اثبات الاستحلال والاحكام فاذا قال اعتقت عبيدي وامائي ومات عقيبه جاز لمن سمع ان يزوج عبيده ويتزوج من امائه بغيظ رضا الورثة ولو قال العبيد الذين في يدي ملك فلان كان اقرارا محكوما به في الكل ولو ادعى على رجل دينا فقال ما لك علي شيء كان انكرا لدعواه ولو حلف على ذلك بريء في الحكم ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبا آثما وبناء امثال هذه الاحكام على العموم لا ينحصر فان قيل انما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن لا بمجرد اللفظ قلنا هذا باطل فانه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفوهم العموم فانه لو قدر ان سيدا امر عبدا له لم يعرف له عادة ولا عاشره زمانا بامر عام ولا يعلم له غرضا في اثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه وتوجه اليه اللوم بترك الامتثال ولو قال كل عبد لي حر ولم تعلم منه قرينة اصلة حكمنا بحرية الكل وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر انواع ادلة الكتاب والسنة وهذا يبطلها باسرها ولان اللفظ لو لم يكن للعموم لخل عن الفائدة واختلت اوامر الشرع العام كلها لان كل واحد يمكنه ان يقول لم اعلم انني مراد بهذا الامر ولا في اللفظ دلالة على انني مراد به ولا يلزمني الامتثال وكذلك النواهي يقول لست مخاطبا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي فتختل الشريعة وطاب الطول دلالة الكتاب والسنة ولا يصح من احد الاحتجاج بلط عام في صورة خاصة لعدم دلالته عليها ولا يقدر احد ان يأمر جماعه ولا ينهاهم ولا يذكر لهم شيئا يعمهم بلط واحد وهذا باطل يقين وفاسد قطع فوجب اطراحه واما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل وليس بدليل ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميم وانها انما تستعمل على الخصوص مع قرينة وانما حسن الاستفسار عن الفاسق لانه يفهم من الاعطاء الاكرام ويعلم من عادة الناس انهم لا يكرمونهم فلتوهم القرينة المخصصة حسن منهم السؤال نقول وانما حسن الاستفسار عن الفاسق لانه يفهم من الاعطاء الاكرام ويعلم من عادة الناس انهم لا يكرمونهم فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال ولذلك لم يحسن في بقية الصفات فلو انه لم يراجع واعطى الفاسق لكان عذره متمهدا ثم انما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوص فلذلك كان للمستفهم الاحتياط في طلبه ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وازالة الاتساع ولهذا يحسن الاستفهام في الخاص فاذا قال رأيت الخليفة قيل له انت رأيت فصل وقال قوم بالعموم الا فيما فيه الالف واللم وقال اخرون بالعموم الا في اسم الواحد بالالف واللام وقال بعض النحويين المتأخرين في النكرة في سياق النفي لا تعموا الا ان تكون فيه من مظهرة كقوله تعالى وما من اله الا الله او مقدرة كقوله لا اله الا الله بدليل انه يحسن ان يقول ما عندي رجل بل رجلا ومن انكر ان الالف واللام للاستغراق قال يحتمل ان تكون للمعهود ويحتمل ان تكون للاستغراق ويحتمل انها لجملة من الجنس فما دليل التعميم ثم وان سلم في البعض فما قولكم في جمع القلة وهو ما ورد على وزن الافعال كالاحمال والافعل كالاكلب والاكعب والافعلة كالارغفة والفعلة كالصبية فقد قال اهل اللغة انه للتقليل وهو ما دون العشرة وقال ناس بالتعميم الا في لفظ المفرد المحلى بالالف واللام لانه لفظ واحد والواحد ينقسم الى واحد بالنوع وواحد بالذات فاذا دخله التخصيص علم انه ما اراد الواحد بالنوع فانصرف الى الواحد بالذات قلنا ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيما فيه الالف واللام وفي النكره في سيق النفي فانه اذا قال لعبده اعطي الفقراء والمساكين واقتل المشركين واقطع السارق والسارقة واجلد الزانية والزاني ولا تؤذي مسلمة ولا تجعل مع الله اله واقتصر عليه وانتفت القراءن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقط فجرى فيه ذلك من حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه ولو قال والله لا اكل رغيفة حنث ان اكل رغيفين وقد قال الله تعالى ولم تكن له صاحبة و ولم يكن له كفوا احد و ولا يظلم ربك احدا و ان الله لا يظلم مثقال ذرة و ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ولا يحلو يقال في مثل هذا ان اللفظ مقتض التعميم وقولهم ان الالف واللام للمعهود قلنا انما ينصرف الى المعهود عند وجوده وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق وهذا لان الالف واللام للتعريف فاذا كان سم معهود فحمل عليه حصل التعريف وان لم يكن سم معهود فصرف الى الاستغراق حصل التعريف ايضا وإن صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف وكان دخول اللام وخروجها واحدا ولأنهما إذا كان للعهد استغرق جميع المعهود فإذا كان للجنس يجب أن يستغرق وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللم ولهذا استفيد من لفظ الواحد فيه مثل السارق والسارقة والدينار أفضل من الدرهم وأهلك الناس الدينار والدرهم ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب وقوله إنه يصح أن يقول ما عندي رجل بر رجلان قولنا قوله بر رجلان قرينة اللفظية تدل على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق وأما لفظة من فهي من مؤكدات العموم وتمنع من استعماله في مجازه ولتأثيرها في التأكيد ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه والله أعلم فصل أقل الجمع ثلاثة وحكي عن أصحاب مالك وابن داود وبعض النحويين وبعض الشافعية أن أقله اثنان لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولا خلاف في حجبها باثنين وقد جاء ضمير الجمع للاثنين فيه هذان خصمان اختصموا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وكانوا اثنين و وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا و وإن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه وهذا يحصل في الاثنين ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعثمان رضي الله عنه لما حجبت الأمة بالاثنين من الإخوة وإنما قال الله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس وليس الأخوان بإخوة في لسانك ولا في لسان قومك فقال له عثمان لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فعارفه علي أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وإنما صار إليه للإجماع دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع نقول فقال له عثمان أي لابن عباس لا أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار فعارفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين وإنما صار إليه للإجماع دليل آخر أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب لفظا وضميرا مختصا به فوجب أن يغير الجمع التثنية كمغايرة التثنية الآحاد ولأن الاثنين لا ينعت بهم الرجال والجماعة في لغة أحد فلا تقول رأيت رجالا اثنين ولا جماعة رجلين ويصح أن يقال ما رأيت رجالا وإنما رأيت رجلين ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه وأما محتج به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازا كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وإنا نحن نزلنا الذكر ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع والقليل والكثير فرد الضمير إلى الجماعة الذين اجتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم وأما قوله الاثنان جماعة أرد في حكم الصلاة وحكم نائقاد الجماعة لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق وقولهم إنه جمع شيء إلى شيء قلنا الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى فصل إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه كقوله عليه السلام حين سئل أن نتوضأ بماء البحر في حال الحاجة هو الطهور ماءه قال مالك وبعض الشافئية يسقط عمومه إذ لو لم يكن للسبب تأثير لا جاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم ولما نقله الراوي لعدم فائدته ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة ولأنه جواب والجواب يكون مطابقا للسؤال ولنا أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب فيجب اعتباره بنفسه في خصوصه وعمومه ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم السؤال ولو سألت امرأة زوجها الطلاق فقال كل نساء طوالق طلقنا كلهن لعموم لفظه وإن خص السؤال ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سنن السؤال فلو قال قائل أيحل أكل الخبز والصيد والصوم فيجوز أن يقول الأكل مندوب والصوم واجب والصيد حرام فيكون جوابا وفيه وجوب وندب وتحريم والسؤال وقع عن الإباحة وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرعي نزلت على أسباب كنزول آية الظهار في أوس بن الصامت وآية اللعان في هلال بن أمية ونحو هذا ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقع وإنما الخلاف هل هو بيان لها خاصة أم لها ولغيرها فاللفظ يتناولها يقين ويتناول غيرها ظن إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره إلا أن يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤال كما قال لعمر لما سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو تمض مط ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيد ليبين به تناول اللفظ له يقين فيمتنع من تخصيصه وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول والسير والتوسع في علم الشريعة وقولهم لما أخر بيان الحكم قلنا الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل لا يسأل عن ما يفعل ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجيوب البيان في تلك الحال أو اللطف ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ولا بالتأخير ثم يلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعز وغيره من الأحكام وقولهم تجب المطابقة قلنا يجب أن يكون متناولا له أما يكون مطابقا له فكلا بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره كما سئل عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته فصل قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وقضى بالشفعة فيما لم يقسم هذا يقتضي العموم قال قوم لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في لفظ الحاكي والصحابي يحتمل أنه سمع لفظا خاصة أو يكون عمومة أو يكون فعلا لا عموم له وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين أو بخطاب خاص مع شخص فكيف يتمسك بعمومه أم كيف يثبت العموم مع التعرض والشك ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه والمنابذة وسائر المناهي وكذلك أوامره وأقضيته ورخصه مثل أرخص في السلم ووضع الجوائح وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع كثيرة مما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها إذ لو لم يكن كذلك كان اللفظ مجملة ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرناه في المسألة الأخرى والله أعلم فصل وما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين دخل فيه العبد لأنه من جملة ما يتناوله اللفظ وخروجه عن بعض التكاليف لا يجب رفع العموم فيه كالمريض والمسافر والحائض ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط ولا يدخلن فيما يقتص بالذكور من الأسماء كالرجال والذكور فأما الجمع بالواوي والنون كالمسلمين وضمير المذكرين كقوله كلوا واشربوا فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه وهو قول بعض الحنفية هو ابن داود واختر أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلظ متميز فما يثبته ابتداء ويخصه بلظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه ولنا أنه متى جمع المذكر والمؤنث غلب التذكير ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا واقعدوا تناولا جميعهم ولو قال قوموا وقمنا واقعدوا واقعدنا عد تطويلا ولكنه ويبينه قوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ويا عبادي الذين أسرفوا وهدى للمتقين بشرى للمؤمنين بشر المخبتين والنساء يدخلن في جملته وذكره لهن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحة لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن كقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وهما من الملائكة وقوله فيهما ثاكهته ونخل ورمان وقد يعطف العام على الخاص كقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم والمال عام في الكل الله أعلم فصل العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور وقال أبو ثور وعيسى بن أبان لا يبقى حجة لأنه يصير مجازة فقد خرج الوضع من أيدينا ولا قرينة تفصل وتحصر فيبقى مجملة ولنا تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات وما من عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير كقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وإن الله بكل شيء عليم فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع فالمخصص صرف دلالته عن البعض فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء وقولهم يصير مجازا ممنوع وإن سلم فالمجاز دليل إذا كان معروفا لأنه يعرف منه المراد فهو كالحقيقة وقولهم لا قرينة تفصل أو تفصل قلنا ليس كذلك فإنما نجعل اللفظ مجازا بدليل التخصيص فيقتص الحكم به دون ما عداه فصل واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص وهو قول أصحاب الشافعين وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا يقول وقال قوم يصير مجازا على كل حال لأنه وضع للعموم فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازا وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنا إذ لا خلافة في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع فقال لا تكلم الناس وأرد زيدا وحده كان مجازا وإن كان هو داخلا فيه وقال آخرون إن خصص بدليل منفصل صار مجازا لما ذكرناه وإن خصص بلض المتصل فليس بمجاز بل يصير الكلام بالزيادة كلاما آخر موضوعا لشيء آخر فإن نقول مسلم فيدل على واحد ثم نزيد الوا وعنون فيدل على أمر زائد ولا نجعله مجازا ونزيد الألف وعنون في رجل فيصير صيغة أخرى بالزيادة ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فإذا قال السارق للنصاب يقطع أو يقطع السارق إلا سارق دون النصاب فلا مجاز فيه بل مجموع هذا الكلام موضوعا للدللة على ما دل عليه فقوله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما دل على تسعمائة وخمسين وضعا فكأن العرب وضعت ذلك لذلك عبارتين ويمكن أن يقال ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر بل بقي الألف للألف والخمسون للخمسين وإلا للرفع فإذا رفعنا من الألف خمسين بقي تسعمائة وخمسون أما زيادة الواوي والنون فلا معنى لها في نفسها بخلاف هذا ووجه قول القاضي أن القرينة المنفصلة من الشريك القرينة المتصلة لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء وقد تبين الكلام فيه فصل ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد وقال الرازي والقفال والغزالي لا يجوز النقصان من أقل الجمع لأنه يخرج به عن الحقيقة ولنا أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة وفي القرينة المتصلة يجوز ذلك فكذلك في المنفصلة فصل والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما ولم يدخل في ذلك وهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة فيما ذكره نقول المخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام وقال قوم لا يدخل بدليل قوله تعالى قل الله خالق كل شيء ولو قال قائل لغلامه من دخل الدار فأعطه درهما لم يدخل في ذلك وهذا فاسد لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطبة فيما ذكره ويعارضه قوله تعالى وهو بكل شيء عليم ومجرد كونه مخاطبا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم والأصل اتباع العموم واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ولن يتصور كون الإنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته ولأن مقصود الآمر الامتثال وهذا لا يكون إلا من الغير وقال القاضي يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحكم ولذلك لما أمروهم بفسخ الحج إلى العمرة ثم لم يفعل سألوه عن تركه الفسخ فبين لهم عذرة وقد عاب الله تعالى الذين أمرون بالبر وينسون أنفسهم وقال في حق شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه وفي الأثر إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به وإذا نهيت عن منكر فكن من أترك الناس له وإلا هلكت فصل اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال في قول أبي بكر والقاضي وقال أبو الخطاب لا يجب حتى يبحث فلا يجب ما يخصه قال وقد أومى إليه في رواية صالح وأبي الحارث قال القاضي فيه روايتان وعن الحنفية كقول أبي بكر وعنهم أنه إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم فالواجب اعتقاد عمومه وإن سمعه من غيره فلا وعن الشافعية كالمذهبين قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطا بعدم المخصص ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد ومتى لم يوجد الشرط لا يفبت المشروط وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط بشرط سلامته عن المعارض فلابد من معرفة الشرط والجمع بين الأصل والفرع بعلا مشروطا بعدم الفرق فلابد من معرفة عدمه ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث فقال قوم يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاء وقال آخرون لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل مخصص فيجوز الحكم حينئذ أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه وتخيل في صدره أو تخيل في صدره إمكانه فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما ولنا أن اللفظ موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق والأمر والنهي ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان ثم يجب اعتقاد عمومه في الزمان ما لم يرد نسخ كذلك في الأعيان وقولهم إن دلالته مشروطة بعدم القرينة قلنا لا نسلم وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على موضوعه فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته واحتمال وجوده لا يمنع من اعتقاد الحقيقة والله أعلم ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل فإن الأصول غير محصورة ويجوز أن لا يجد اليوم ويجده بعد اليوم فيجب التوقف أبدا وذلك غير جائز والله أعلم باب في الأدلة التي يخص بها العموم لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى الله خالق كل شيء ويجبى إليه ثمرات كل شيء وتدمر كل شيء وقد ذكرنا أن أكثر العموم مخصصة وأدلة التخصيص تسعة الأول دليل الحس وبه خصص قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس الثاني دليل العقل وبه خصص قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم فإن قيل العقل سابق على أدلة السماء والمخصص ينبغي أن يتأخر ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له قلنا نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلم وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنا خاص والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدما فإن قلتم لا يسمى ذلك تخصيصا فهو نزاع في عبارة وقولهم لا يتناوله اللفظ قلنا يتناوله من حيث اللسان لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضع الثالث الإجماع فإن الإجماع قاطع والعام يتطرق إليه الاحتمال فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أريد به العموم أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم الرابع النص الخاص يخصص اللفظ العام فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار خصص عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقوله عليه السلام لا زكاة فيما دون خمسة أوسق خصص عموم قوله فيما سقط السماء العشر ولا فرق بين أن يكون العام كتابا أو سنة أو متقدما أو متأخرا وبهذا قال أصحاب الشافعي وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أن المتأخر يقدم خاصا كان أو عاما وهو قول الحنفية لقول ابن عباس كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن العام يتناول الصور التي تحته يتناول الصور التي تحته كتناول اللظ لها بالتنصيص عليها ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخ فكذلك إذا عمم وهذا فيما إذا علم المتأخر فإن جهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من العام ولا يقضى بأحدهما على الآخر وهو قول طائفة لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخ لكونه متأخرا ويحتمل أن يكون مخصوصا فلا سبيل إلى التحكم وقال بعض الشافعية لا يخصص عموم السنة بالكتاب وخرجه ابن حامد رواية لنا لقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولأن المبين تابع للمبين فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعا لها وقال الطائفة من المتكلمين لا يخصص عموم الكتاب بخبر الواحد وقال عيسى بن أبان يخص العام المخصوص دون غيره وحكاه القاضي عن أبي حنيفة لأن الكتاب مقطوع به والخبر مضنون فلا يترك به المقطوع كالإجماع لا يخص بخبر الواحد وقال بعض الواقفية بالتوقف لأن خبر الواحد مضنون الأصل مقطوع المعنى واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مضنون الشمول فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح ولنا في تقديم الخاص مسلكان أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم ذهبت إليه فخصصوا قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم برواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وخصصوا آية الميراث بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يرث القاتل وإن معاشر الأنبياء لا نورث وخصصوا عموم الوصية بقوله لا وصية لوارث وعموم قوله حتى تنكح زوجا غيره بقوله حتى يذوق عسيلتها إلى نظائر كثيرة لا تخصى مما يدل على أن الصحابة والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بالطلب تاريخ ولا نظر في تقديم ولا تأخير الثاني أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل هي الأكثر واحتمال النسخ كالنادر البعيد وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم بالرواية وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادات ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إلى نورث أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقة لبيان حكم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك عمل به الصحابة والعمل بالراجح متعين فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير وقد ذكرنا الدليل من وجهين وبينا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ فإن أكثر العمومات مخصصة وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة وكون النبي صلى الله عليه وسلم مبين لا يمنع من حصول البيان بغيره فقد أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتابة بيانا لكل شيء وقولهم المبين تابع غير صحيح فإن الكتابة يبين بعضه بعضا والسنة تخص بعضها بعضا وليس المخصص تابعا للمخصوص وقد دينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعا له وقولهم إن الكتاب مقطوع به قلنا دخول المخصوص في العموم وكونه مراد ليس بمقطوع بل هو مظنون ظن ليس بالقوي بل ظن الصدق أقوى منه لما ذكرناه ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط أن لا يرد سمع ويشتغل بخبر الواحد جواب آخر أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع وإنما الاحتمال في صدق الراوي ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه فإن تحليل البضع وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعة مع أن لا نقطع بصدقهما كذا الخبر الخامس المفهوم بالفحوة ودليل الخطاب فإن الفحوة قاطع كالنص ودليل الخطاب حجة كالنص فيخص عموم قوله عليه السلام في أربعين شاة شات بمفهوم قوله في سائمة الغنم زكاة في إخراج المعلوفة السادس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتخصيص عموم قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن بما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله الزانية والزاني برجمه لماعز وتركه جلدة السابع تقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من أمته بخلاف موجب العموم وسكوته عليه فإن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يدل على جوازه فإنه لا يحل له الإقرار على الخطأ وهو معصوم وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع الثامن قول الصحابي عند من يراه حجة مقدما على القياس يخص به العموم فإن القياس يخصص به فقول الصحابي المقدم عليه أو لا فإن قيل فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث رافع ابن خديج في المخابرة فغيره يجب أن يتركه قلنا إنما تركه لنص عارضه لا للعموم التاسع قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان أحدهما يخص به العموم وهو قول أبي بكر والقاضي وقول الشافعي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين والوجه الآخر لا يخص به العموم وهو قول أبي إسحاق ابن شاقلا وجماعة من الفقهاء لحديث معاذ ولأن الضنون المستفادة من النصوص أقوى من الضنون المستفادة من المعاني المستنبطة ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقا به فما هو منطوق لا يثبت بالقياس وقال قوم يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه لأن الجلية أقوى من العموم والخفي ضعيف والعموم أيضا يضع فتاره بأن لا يظهر منه قصد التعميم ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه وأتطرق إليه تخصيصات كثيرة فإن دلالة قوله لا تبيع البر بالبر على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع على إباحة بيعه متفاضلة ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه على إباحته فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين والقياسين المتقابلين ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي الوجه الثاني يبدأ حلا نتابع القراءة في القائلين بهذه الأقوال في موضوع القياس الجلي فسره قوم بأنه قياس العلة والخفي بقياس الشبه وقيل الجلي ما يظهر فيه المعنى كقوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى يجري ذلك في الجائع وقال عيسى بن أبان يجوز ذلك في العام المخصوص دون خيره لضعف العام بالتخصيص وحكاه القاضي عن أبي حنيفة وجه الأول أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معارضة له والقياس غير محتمل فيقضى به على المحتمل كالمجمل مع المفسر فأما حديث معاذ رضي الله عنه فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع به والقياس يدلنا على أنها غير مرادة ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقا ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر والسنة لا يترك بها الكتاب لكن تكون مبينة له والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول اللفظ وقولهم إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى فلا نسلم ذلك على الإطلاق وقولهم لا يترك الأصل بالفرع قلنا هذا القياس فرع نص آخر لا فرع عن نص المخصوص به والنص يخص تارة بنص آخر وتارة بمعقول النص ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد وقولهم هو منطوق به قلنا كونه منطوقا به أمر مظنون فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريحة من الشارع لأن الأدلة لا تتعارض فصل في تعارض العمومين إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما أخص من الآخر فيقدم الخاص أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح والآخر غير ممكن تأويله فيجب التأويل في المؤول ويكون الآخر دليلا على المراد منه جمعا بين الحديثين إذ هو أولى من إلغائهما وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين كما لو قال من بدل دينه فقتلوه من بدل دينه فلا تقتلوه فلابد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فإن أشكل التأريخ طلب الحكم من دليل غيرهما وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه كل واحد عام من وجه خاص من وجه مثل قوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت أنهي بعمومه مع قوله لعصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه وقوله من بدل دينه فاقتلوه مع قوله نهيت عن قتل النساء فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويعدل إلى دليل غيرهما وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة قلنا بل ذلك جائز ويكون مبينا للعصر الأول وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليف علينا لنطلب دليلا آخر ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا وأما التنفير فباطل فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته والله أعلم فصل في الاستثناء وصيغته إلا وغير وسوى وعدى وليس ولا يكون وحاشى وخلا وأم الباب إلا وحده أنه قول متصب يدل على أن المذكور معه غير مراد من القول الأول ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئي أحدهما في اتصاله والثاني أن يتطرق إلى النص كقوله عشرة إلا ثلاثة والتخصيص بخلافه ويفارق النسخ أيضا في ثلاثة أشياء أحدها في اتصاله والثاني أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ والاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه دخل ما لولاه لدخل والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص والاستثناء إنما يجوز في البعض فصل ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط أحدها أن يتصل بالكلام بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا فصل لم يكن إتماما كالشرط وخبر المهتدأ فإنه لو قال أكرم من دخل داري ثم قال بعد شهر إلا زيدا لم يفهم كما لو قال زيد ثم قال بعد شهر قائم لم يعد خبرا وكذلك الشرط وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلا وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس وأومى إليه أحمد رحمه الله في الاستثناء من اليمين والأولى ما ذكرناه الشرط الثاني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلة وهذا قول بعض الشافعيه وقال بعضهم ومالك أبو حنيفة وبعض المتكلمين يصح لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة قال الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَوَا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَابُ وَوَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نَعْمَةٍ تُجِزَ إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الأَعْلَى وقال الشاعر وما بالربع من أحد إلا الأواري وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس ومثله كثير ولنا أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من قولهم ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت العينان فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لو لا الاستثناء فما صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله فتكون تسميته استثناء تجوزا باللفظ عن موضوعه وتكون إلا هاهنا بمعنى لكن قال هذا ابن قتيبة وقال وقول سيبويه وقاله غيرهما من أهل العربية فإذا كانت بمعنى لكن لم يكن لها في الإقرار معنى فلم يصح أن ترفع شيئا منه فتكون لاغية فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحت والإقرار ليس بتحت فلا يصح فيه ولذلك لم يأتي الاستثناء المنقطع في إثبات بحال الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف وفي استثناء النصف وجهان وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الأكثر ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل واحتج من جوزه أي جوز الأكثر بقوله فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال في أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فاستثنى كل واحد منهما من الآخر بل فاستثنى كل واحد منهما من الآخر وأيهما كان الأكثر حصل المقصود وقال الشاعر أدوا التي نقصت تسعين من ماءه ثم بعثوا حكما بالحق قوالا ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتحصيص ولنا أن الاستثناء لغة وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه قال أبو إسحاق الزجاج لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير وقال ابن جني لو قال قائل مئة إلا تسعة وتسعين ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام يعلكنه وقال القتبي يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا ولا يقال صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما ويقول لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين ولا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا أكثرهم إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل ولو جز هذا لجز في كل ما كرهوه وقبحوه وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة منها أنه استثناء في إحدى الآياتين المخلصين من بني آدم وهم الأقل وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل فإن الملائكة من عباد الله قال الله تعالى بل عباد مكرمون وهم غير غاوين ومنها أنه استثناء منقطع في قوله إلا من اتبعك من الغاوين بمعنى لكن بدليل أنه قال في آية أخرى وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وأما البيت فليس فيه استثناء مع أنه قد قال ابن فصال النحوي هذا بيت مصنوع ولم يثبت عن العرب وأما القياس في اللغة فغير جائز ولو كان جائزا فهو جمع بغير إلا ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكل فلا يجز استثناء الأكثر والفرق بين القليل والكثير أن العرب استعملته في القليل دون الكثير فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه والله أعلم فصل إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه رجع الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي نقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه رجع الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي وقال الحنفية يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة أحدها أن العموم يثبت في كل صورة بيقين وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه فلا نزيل المتيقن بالشك والثاني أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلا نعلقه به وصار كالاستثناء من الاستثناء والثالث أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه ما لو حصل فصل بينهما بكلام آخر وأدلتنا ثلاثة أحدها أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله نساء طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء شيئان في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له ولهذا يسمى التعليق بشرط مشيئة الله استثناء فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر فإن قيل الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء قلنا إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما ثم إن كان متقدم فلما لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر فكذلك الاستثناء فإنه مساوي للشرط في حال تأخره الثاني اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي ولكنة ولو لم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك بل كان متعينا لازمة فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل الثالث أن العطف بالواوي يوجب نوعا من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه فتصير الجمل كالجملة الواحدة فيصير كأنه قال اضرب الجماعة الذين هم قتله وسراق إلا من تاب ولا فرق بين هذا وبين قوله اضرب من قتل وسرق إلا من تاب وقولهم إن التعميم مستيق ممنوع فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه نقول وقولهم إن التعميم مستيق ممنوع فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه ثم يبطل بالشغط والصفة وقد سلم أكثرهم وسلم عموم ذلك ولما ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال فمن لم يجد رجع ذلك إلى جميعها وقولهم إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة ممنوع بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك ثم يبطل أيضا بالشرط والصفة أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فتعذر النفي من النفي وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع ولا يرجع إلى الأول كقوله تعالى فتحرير راقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا لا يعود إلى التحرير لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم فالعطق ليس حقا لهم فصل في الشرط الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات والشرط عقلي وشرعي ولغوي فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم عود إلى الاستثناء نقول أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فتعذر النفي من النفي وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا لا يعود إلى التحرير لأن صدقتهم إنما تكون بما لهم فالعدق ليس حقا لهم كلامنا في فصل الشرط قلنا إن الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات والشرط عقلي وشرعي ولغوي فالعقلي كالحياة للعلم والعلم للإرادة والشرعي كالطهارة للصلاة والإحصان للرجم واللغوي كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق وإن جئتني أكرمتك مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء فينزل منزلة التخصيص والاستثناء والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لو لا حتى يجعله متكلما بالباقي لا أنه يخرج من الكلام ما دخل فيه فإنه لو دخل لما خرج فإذا قال أنت طالق إذا دخلت الدار معناه إنك عند الدخول طالق وقوله له علي عشرة إلا ثلاثة معناه له علي سبعة فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة ولو قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام لذلك فقوله تعالى ويل للمصلين لا حكم له قبل إتمام الكلام فإذا تم كان الكلام مقصورا على من وجد منه السهو والرياء لا أنه دخل فيه كل مصل ثم خرج البعض كذلك الاستثناء والشرط باب المطلق والمقيد المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه وهي النكرة في سياق الأمر كقوله تعالى فتحرير راقبة وقد يكون في الخبر كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي والمقيد هو المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كقوله تعالى وتحرير راقبة مؤمنة فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين قيد الرقبة بالإيمان والصيام بالتتابع وقد يكون اللفظ مطلقا مقيدا بالنسبة كقوله رقبة مؤمنة مقيدة بالإيمان مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الصفات ويسمى الفعل مطلقا نظرا إلى ما هو من ضروراته من الزمان والمكان والمصدر والمفعول به والآلة فيما يفتقر إلى الآلة والمحل للأفعال المتعدية وقد يتقيد بأحدها دون بقيتها والله أعلم فصل إذا ورد لفظاني مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام القسم الأول أن يكون في حكم واحد بسبب واحد كقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وقال لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فيجب حمل المطلق على المقيد وقال أبو حنيفة لا يحمل عليه لأنه نسخ فإن زيادة على النص نسخ فلا سبيل إلى النسخ بالقياس وقد بينا فساد هذا فإن قوله فتحرير رقبة ليس بنص في إجزاء الكافرة بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه القسم الثاني أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالعطق في كفارة الظهار والقتل قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد وهو اختيار أبي إسحاق ابن شاق الله وقول جل الحنفية وبعض الشافعية واختار القاضي حمل المطلق على المقيد وهو قول المالكية وبعض الشافعية لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وقال في المدينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولم يذكر عدل ولا يجز إلا عدل فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد ولأن العربة تطلق في موضع وتقيد في موضع آخر فيحمل أحدهما على صاحبه كما قال نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف وقال آخر وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني أألى الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني وقال أبو الخطاب يبنى عليه من جهة القياس لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم وذلك جائز بالقياس الخاص على ما مر فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق ألحق بأشبههما به وأقربهما إليه ومن نصر الأول قال هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة إذ لا يتعرض القتل للظهار فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه والأسباب المختلفة تختلف في الأكثر شروط واجباتها ثم يلزم من هذا تناقض فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار وبالتفريق في الحج حيث قال تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ومطلق في اليمين فعلى أيهما يحمل وفي المواضع التي استشهدوا بها كانت تقييد بأمر آخر الله أعلم القسم الثالث أي يختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام لأن القياس من شرطه اتحاد الحكم والحكم هاهنا مختلف باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صياغها وهي خمسة أضرب الأول يسمى اقتضاء وهو ما يكون من ضرورة اللفظ وليس بمنطوق به إما أن لا يكون المتكلم صادقا إلا به كقوله لا عمل إلا بنية أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعا بدونه كقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفضر فعدة وقولهم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه يتضمن الملك ويقتضيه ولم يمطق به أو من حيث يمتنع وجوده عقل بدونه كقوله تعالى خرمت عليكم أمهاتكم يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة الضرب الثاني فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما يفهم منه كون السرقة أئلة وليس بمنطوق به ولكن يسبق إلى الفهم من فحو الكلام وكذا قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم أي لبرهم وإن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم وهذا قد يسمى إيماء وإشارة وفحو الكلام ولحنة وإليك الخير في تسميته الضرب الثالث التنبيه وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله فلا تقل له ما أف ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل مالك لمنازعته له في ملكه اقتله ولا تقل له أف ويسمى مفهوم الموافقة وفحوى اللفظ واختلف أصحابنا في تسميته قياسا فقال أبو الحسن الجزري وبعض الشافعية هو قياس لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي وهذا هو القياس وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل فأشبه القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو غيره مثل قياس الجوع المفرط على الغضب في المنع من الحكم لكونه يمنع كمال الفكر وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعة وقال القاضي أبو يعلى والحنفية وبعض الشافعية ليس بقياس إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط بل يسبق إلى الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير طراخ إذ كان هو الأصل في القصد والباعث على النطق وهو أولى في الحكم ومن سماه قياسا سلم أنه قاطع فلا تضر تسميته قياسا وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع كقولهم إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى لأن الكفر فزق وزيادة فهذا ليس بقاطع إذ لا يبعد أن يقال الفاسق متهم في دينه والكافر يحترز من الكذب لدينه فأما الفاسد في هذا الضرب فنحو قولهم إذا جاز السلم في المؤجل ففي الحال أجوز ومن الغرر أبعد فإنه لابد من اشتراكهما في المقتضي وليس المقتضي لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال بل الغرر مانع احتمل في المؤجل والحكم لا يصح لعدم مانعه بل لوجود مقتضي ولو كان بعده من الغرر علة الصحة فما وددت في الأصل فكيف يصح الإلحاق الضرب الرابع دليل الخطاب ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه ويسمى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق وإلا فما دل عليه المنطوق أيضا مفهوم ومثاله قوله تعالى ومن قتله منكم متعمد وفي سائمة الغنم الزكاة يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة وهذا حجة في قول إمامنا والشافعي ومالك وأكثر المتكلمين وقال الطائفة منهم وأبو حنيفة لا دلالة له لأمور خمسة أحدها أنه يحسن الاستفهام فلو قال من ضربك عامدا فاضربه حسن أن تقول فإن ضربني خاطئا هل أضربه ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق الثاني أن العربة تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه كقوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به فالمسكوت أيضا محتمل للمساواة وعدمها فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم الثالث أن تعريقه الحكم على اللقب والإسم العلم لا يدل على التخصيص ومنع ذلك بهد واختراع على اللغات إذ يلزم من أن يكون قوله زيد عالم كفر لأنه نفى العلم عن الله وملائكته ويلزم من قوله محمد رسول الله نفي الرسالة عن غيره وذلك كفر الرابع أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع السكوت عن الباقي فلها طريق في الخبر عن الموصوف بالصفة فتقول رأيت الظريف وقام الطويل فلو قال بعد والقصير لم يكن مناقضة الخامس أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به فمنها توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته ومنها الاحتياط على المذكور بالذكر كي لا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص ومنها تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه ومنها معاني لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكل فبالذكر يبين ثبوته في المذكور وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه لم يجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له فإذن لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال وعماد الفرق نفي وإثبات فمستند الإثبات الذكر الخاص ومستند النفي الأصل والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص فيسبق إلى الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكر لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر والآخر كان حاصلا في الأصل وهذا دقيق لأجله غالط الأكثرون ولنا دليلا أحدهما أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرطه أو وصف انتفاء الحكم بدونه بدليل ما روى يعلى ابن أميه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم يقل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صادقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته رواه مسلم ففهم من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام حالة الأمن وعجبه من ذلك فإن قيل الإتمام واجب بحكم الأصل فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة الأمن على مقتضاه فلذلك عجبا حيث خولف الأصل ثم الآية حجة لنا فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط فدل على انتفاء الدليل قلنا ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة وعائشة وابن عباس أن الصلاة إنما فردت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فدل على ان فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة دليل الخطاب وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخر كما قد يخالف العموم ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان ففهم من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما سواه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه لم يكن جوابا للسائل عما يجوز للمحرمي لبسه الدليل الثاني أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة فإن استوت السائمة والمعلوفة فلما خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين بل لو قال في الغنم الزكاة لكان أخسر في اللفظ وأعمى في بيان الحكم فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعيا فكيف إذا تضمن تفويت بعض المقصود فظهر أن القسم المسكوت عنه غير مساوي للمذكور في الحكم اعترضوا عليه من أربعة وجوه أحدها أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقا إلى معرفة الوضع وينبغي أن يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة فلا الثاني لما قلتم إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم فلئن قلتم ما علمنا له فائدة قلنا فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليها وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها الثالث يبطل بمفهوم اللقب فلما لم يقولوا إن تخصيص الأشياء الستة في الربى يجب اختصاصها به وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في بقية المواشي الرابع أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه ويحتمل أن السؤال وقع عنها أو اتفقت المعاملة فيها أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها الجواب أما الأول فغير صحيح فإن الاستدلال على شيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع في طرف النأفي والإثبات فإن استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم واستدللنا على عدم إله ثاني بعدم قواء الفساد فإذ قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة وأنه لا فائدة للتخصيص واختصاصه بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة وأما الثاني فإن قصر الحكم عليه فائدة متأقنة وما سواها أمر موهم يحتمل العدم والوجود فلا يترك المتأقن لأمر موهم كيف والظاهر عدمها إذ لو كان ثم فائدة لم تخفى على الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته فجرى هذا مجرى لاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم الدليل الشرائي وأما مفهوم اللقب فقد قيل إنه حجة ثم الفرق بينه ما ظاهر وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادين لأن ذكر الصفة يذكر ضدها وهو منتفن بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص فظهر احتمال المفهوم وأما الثالث فباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لها والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على النصوص فلا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما بعث له لتوسعة مجاري الضرورات ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضي أو مماثلا له فالتخصيص إذن يكون بعيدا وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه وقد سبق الكلام فيه وأما الرابع فأمور موهومة لا يترك لها المتيقن لما ذكرنا وقولهم يحسن الاستفهام عنه ممنوع وأما إذا قال من ضربك متعمدا فاضربه فلا يحسن أن يقال فإن ضربني خاطئا هل أضربه لكن يحسن أن يقال فالخاطئ ما حكمه أو ما أصنع به وهذا غير ما دل عليه الخطاب ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم وقولهم إن العربة تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه قلنا لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به إما لكونه الأغلب أو غير ذلك والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة والله أعلم فصل في درجات أدلة الخطاب اعلم أنها هنا صورا أنكرها منكر المفهوم بناء على أنها منه وليست منه وهي ثلاث الأولى قوله لا عالم إلا زيد فهذا أنكره غلاة منكر المفهوم وقاله نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى عنه فما خرج بقوله إلا فمعناه أنه لم يدخل في الكلام فصار الكلام مقصورا على الباقي والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات وهذا فاسد فإن هذا صريح في الإثبات والنفي فمن قال لا إله إلا الله مثبت للإلهية لله سبحانه ناف لها عم من سواه وقولهم لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي نفي وإثبات يقين لأن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فهذا من صريح اللفظ لا من مفهومه فأما قوله لا صلاة إلا بطهور ولا تبيع البر بالبر إلا سواء بسواء فإن هذه صيغة الشرط ومقتضعها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقا بل هو على وفق قاعدة المفهوم فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده بل يبقى كما كان قبل النطق فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقط فإن قوله لا صلاة ليس فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقط وقوله إلا بطهور إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام فلم يفهم منه إلا الشرط الصورة الثانية قوله إنما الولاء لمن أعتق فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكر المفهوم على إنكاره وقاله هو إثبات فقط لا يدل على الحصر لأن إنما مركبة من إن وما وإن للتوكيد وما زائدة كافة فلا تدل على نفي كما لو قال إنما النبي محمد وهذا فاسد فإن لفظة إنما موضعة للحصر والإثبات تثبت المذكورة وتنفي ما عداه لأنها مركبة من حرفين نفي وإثبات فإن للإثبات وما للنفي فتدل عليهما ولذلك لا تستعمل في موضع إلا يحسن فيه النفي والاستثناء منه كقوله إنما الله إله واحد وإنما يخشى الله من عباده العلماء وإنما أنا منذر كما قال وما أنا إلا نذير وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات مثل قوله لا عمل إلا بنية وقال الشاعر أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي وقولهم إنما إثبات فقط غير صحيح وقولهم إنما النبي محمد فهذا اختراع على اللغة لم يسمع به بلى لو قال إنما العالم زيد ساغ ذلك مجازة لتأكيد العلم في زيد كما قال ولا فتى إلا عليه يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه وهذا مجاز ولا تترك الحقيقة له إلا بدليل فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق الصورة الثالثة قوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة وأجهو أن الإسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق وأن خبر المبتدأ يجب أن يكون مساويا للمبتدأ كقولنا الإنسان بشر أو أعم منه كقولنا الإنسان حيوان ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا الإنسان الحيوان إنسان فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرا فيما لم يقسم وهو خلاف الموضوع فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست أولها مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ثم أتم الصيام إلى الليل أنكره بعض منكر المفهوم لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية وما بعدها مسكوت عنه وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك ولنا ما سبق من الأدلة أن حتى تنكح ليس بمستقل ولا يصح حتى يتعلق بقوله فلا تحل له فلابد فيه من إضمار وهو حتى تنكح زوجا غيره فتحل له ولهذا يقبح الاستفام لو قال قائل فإن نكحت هل تحل له ولأن الغاية نهاية ونهاية الشيء مقطعه فإن لم يكن مقطعه فليس بنهاية ولا غاية الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم أنكره قوم لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتين فإن قوله أحكم بالمال إن شاهد به شاهدان لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين ولا يكون نسخة ولهذا جوزناه بخبر الواحد ولنا ما سبق وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما لو صرح فقال لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار وجوزناه بخبر الواحد لأنه تخصيص وتخصيص العام بخبر الواحد جائز الدرجة الثالثة أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدلال والبيان كقوله في الغنم السائمة الزكاة أو في سائمة الغنم الزكاة أو من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للباع فهو حجة أيضا طلبا لفائدة التخصيص وفي معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما حكما يدل على انتفائه في الآخر إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة ومثاله قوله عليه السلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن الدرجة الرابعة أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم كقوله الثيب أحق بنفسها من وليها فيدل على أن ما عداه بخلافه طلبا للفائدة في التخصيص وبه قال جل أصحاب الشافعي واخترى التميمي أنه ليس بحجة وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين والفرق بين هذه الصورة وما قبلها أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن الذكر فصار المفهوم ظاهرا وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع احتمال عدم الحضور فصار المفهوم هاهنا أظهر الدرجة الخامسة أي خص نوعا من العدد بحكم كقوله لا تحرم المصط ولا المصطان وليس الوضوء من القطرة والقطرتين فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي والكلام فيه قد تقدم الدرجة السادسة أي خص اسمان بحكم فيدل على أن ما عداه بخلافه الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها وأنكره الأكثرون وهو الصحيح لأنه يفضي إلى سد باب القياس وأن تنصيصه على الأعيان الستة في الربة تمنع جريانه في غيرها ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتقا كأسماء الأعلام والله تعالى أعلم انتهى الشريط السادس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامة المقدسي من تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور عبد الكريم النملة وانتهى معه المجلد الثاني من الكتاب ونبدأ على الشريط السابع إن شاء الله المجلد الثالث والأخير الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط السابع من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وبه نبدأ المجلد الثالث والأخير من هذا الكتاب باب القياس القياس في اللغة التقدير ومنه قست الثوب بالذراع إذا قدرته به وقاس الطبيب الجراحة إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها قال الشاعر يصف جراحة أو شجة إذا قاسها الآس النطاصي أدبرت غفيفتها أو زاد وهيا هزومها وهو في الشرع حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما وقيل حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما ومعاني هذه الحدود متقاربة وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة وليس بقياس ثم لا ينبي في العرف إلا عن بذل المجهود إذ من حمل خردله لا يقال اجتهد وقد يكون القياس جليا لا يحتاج إلى استفراغ الوسع وبذل الجهد ولابد في كل قياس من أصل وفرع وعلة وحكم فأما يطلق القياس على المقدمتين التي يحصل منهما نتيجة فليس بصحيح لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغة فصل ونعني بالعلة مناط الحكم وسميت علة لأنها غيرت حال المحل أخذا من علة المريض لأنها اقتضت تغير حاله والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب تحقيق المناط للحكم وتنقيحه وتخريجه أما تحقيق المناط فنوعان أولهما لا نعرف في جوازه خلافة ومعنى أن تكون القاعدة الكلية متفقا عليها أو منصوصا عليها ويجتهد في تحقيقها في الفرع ومثاله قولنا في حمار الوحش بقرة لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم فنقول المثل واجب والبقرة مثل فتكون هي الواجب فالأول معلوم بالنص والإجماع وهو وجوب المثلية أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم بنوع من الاجتهاد ومنه الاجتهاد في القبلة فنقول وجوب التوجه إلى القبلة معلوم بالنص أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد وكذلك تعيين الإمام والعادل ومقدار الكفاية في النفقات ونحوه فليعبر عن هذا بتحقيق المناط إذ كان معلومة لكن تعذر معرفة وجوده في أحد الصور فاستدل عليه بأمارات الثاني ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع فيبين المجتهد وجودها في الفرع باجتهاده مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهر إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات جعل الطوافة علة فيبين المجتهد باجتهاده وجود الطواف في الحشرات من الفأرة وغيرها ليلحقها بالهر في الطهارة فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسة فإن هذا متفق عليه والقياس مختلف فيه وهذا من ضرورة كل شريعة لأن التنصيص على عدالة الأشخاص وقدر كفاية كل شخص لا يوجد الضرب الثاني تنقيح المناط وهو يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل لها في الإضافة فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم ومثاله قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال هلكت يا رسول الله ما صنعت قال وقعت على أهلي في نهار رمضان قال أعتق رقبه فنقول كونه أعرابيا لا أثر له فيلحق به التركي والعجمي لعلمنا أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابي إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما مضى ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر لعلمنا أن المناط حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان وكون الموطوء منكوحة لا أثر له فإن الزنا أشد في هدك الحرمة فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في مصادره وموارده وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير وقد يكون بعض الأوصاف مظنونة فيقع الخلاف فيه كالوقاع إذ يمكن أن يقال مناط الكفارة كونه مفسدا للصوم المحترم والجماع آلة الإفساد كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصص وليس هو من المناط كذا ها هنا ويمكن أن يقال الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عندها يجان شهوته بمجرد وازع الدين فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا بالاستنباط وقد أقر به أكثر منكر القياس وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده الضرب الثالث تخريج المناط وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه أصلا كتحريمه شرب الخمر والربا في البر فيستنبط المناط بالرأي والنظر فيقول حرم الخمر لكونه مسكرة فيقيس عليه النبيذ وحرم الربا في البر لكونه مكيل جنس فيقيس عليه الأرز وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه فصل في إثبات القياس على منكريه قال بعض أصحابنا يجوز التعبد بالقياس عقلا وشرعا لقول أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا وقد أومى إليه أحمد رحمه الله فقال يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين المجمل والقياس وتأوله القاضي على قياس يخالف به نص وقال الطائفة لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب لكنه في مظنة الجواز فأما التعبد به شرعا فواجب وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين وجه قول أصحابنا أن تعميم الحكم واجب ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها فيجب ردهم إلى الاجتهاد ضرورة فإن قيل يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية فيكون من تحقيق المناط وليس ذلك بخياس وذلك مثل أن ينص على أن كل مطعوم ربوي وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا وهذا لا خلاف في جوازه قلنا هذا إن تصور فليس بواقع فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية كميراث الجد وأشباهه فيقتضي العقل أن لا يخلو عن حكم دليل ثاني أن العقل يدل على العلال الشرعية ويدركها إذ مناسبة الحكم عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها كالعلل العقلية ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم والعمل بالظن الراجح متعين وشبهة المانعين منه عقل ما مضى في رد خبر الواحد فأما التعبد به شرع فالدليل عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص فمن ذلك حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم النص إذ لو كان ثم نص لنقل وتمسك به المنصص عليه وقياسهم العهد على العقد إذ عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما ولم يرد فيه نص لكن قياسا لتعين الإمام على تعين الأمة ومن ذلك موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال مانع الزكاه بالاجتهاد وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه وجمع عثمان له على ترتيب واحد واتفاقهم على الاستهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة مع قطعهم أنه لا نص فيها وقولهم في المشركة ومن ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأي فإن يكن صعبا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريآن منه الكلالة ما عدا الوالد والولد ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق ومنه حكم الصديق رضي الله عنه في التسوية بين الناس في العطاء كقوله إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الله عنه فصل بينهم وقال لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى يا أعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك وقال علي رضي الله عنه اجتمع رأيه ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن وقال عثمان لعمر إن اتبع رأيك فرأي الرشيد وإن اتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان ومنه قولهم في السكران إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري وهذا التفات منهم إلى أن مضنة الشيء تنزل منزلته وقال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم آج تاهد رأيه فصوبه فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهور إن لم تتواتر أحده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأي ومن لم يقل فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد وما أنكر على القائل به فكان إجماعا وما أنكر على القائل به فكان إجماعا فإن قيل فقد نقل عنهم ذنب الرأي وأهله فقال عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقال ابن مسعود رضي الله عنه قراءكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤساء جهال فيقيسون ما لم يكن بما كان وقولهم إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرا مما حرمه الله وحرمتم كثيرا مما أحله وقول ابن عباس إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه وقال لنبيه لتحكم بين الناس بما أراك الله ولم يقل بما رأيت وقوله إياكم والمقاييس فما عبثت الشمس إلا بالمقاييس وقال ابن عمر ذروني من أرأيت وأرأيت قلنا هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه أو بدون شرطه فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص ألا تراه قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وإنما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأي ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى منها كان مذموما وكذلك قول علي رضي الله عنه وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركه مل حكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء شعر أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا جواب ثاني أنهم ذم الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس كقياس أهل الظاهر إذ قالوا الأصول لا تثبت قياس فكذلك الفروع فإذن إن بطل القياس فليبطل قياسهم فإن قيل فلعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم أو أثر أو استصحاب حال أو مفهوم أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين اثنين أو خبرين أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في استنباطه فقد علموا أنه لا بد من إمام وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم وهكذا في بقية الصور قلنا لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورا على ما ذكروه بل قد حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس كعهد أبي بكر إلى عمر قياسا للعهد على العقد بالبيعة وقياس الزكاة على الصلاة وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبي بكر وإلحاق السكر بالقاذ لأنه مضنته وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسا فقال ابن عباس ألا يتقل لها زيد يجعل ابن لابن ابن ولا يجعل أبا الأبي أبا فأنكر ترك قياس الأبوة فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأبي والجد يدلي به أيضا فالمدلي به واحد والإدلاء يختلف بل فالمدلى به واحد والإدلاء يختلف وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين ومن فتش على اختلافهم في الفرائد وغيرها عرف ضرورة سلوكهم التشبيه والمقايسة وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد وقد استذل على إثبات القياس بقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره كما يقال اعتبر الدينار بالصنجة وهذا هو القياس فإن قيل المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله لينزجر ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هاهنا فيقول يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فألحق الفروع بالأصول لتعرف الأحكام قلنا اللفظ عام وإنما لم يحسن التصريح بالقياس هاهنا لأنه يخرج عن عمومه المذكور في الآية إذ ليس حالنا فرعا لحالهم دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بما تقضي قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يرويه الحارث بن عمر عن رجال من أهل حمص والحارث والرجال مجهولون قاله الترمذي ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط قلنا قد رواه عبادة ابن نسة عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضره كونه مرسلا والثاني لا يصح لأنه بيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر رواه مسلم ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه خبر آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية أرأيتي لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فهو تنبيه على قياس دين الله على دين الخلق وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم أرأيت لو طمضمط فهو قياس للقبلة على المضمضة بجمع أنها مقدمة الفطر ولا يفطر وروا أبو عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي وإن كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم واحتجوا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله تبيانا لكل شيء فما ليس في القرآن ليس بمشروع فيبقى على النفي الأصلي الثانية قوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وهذا حكم بغير المنزل وكذا قوله فردوه إلى الله والرسول وأنتم تردونه إلى الرأي وأما شبهوهم المعنوية قالوا براءة الذمة بالأصل معلوم قطعا فكيف يرفع بالقياس المضمون والثانية كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات إذ قال يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام ويجب الغسل من المني والحيض دون المذي والبول ونظائر ذلك كثير الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم فيعدل عن قوله حرمت الربى في المكيل إلى الستة الأشياء الرابعة قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به فكيف يحال على العلة المضنونة والحكم يثبت في الفرع بالعلة فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل الخامسة قالوا غاية العلة أن يكون منصوصا عليها وذلك لا يجب الإلحاق كما لو قال أعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود لم يقتضي أعطق كل أسود ولا يجري ذلك مجرى قوله أعتقت كل أسود كذا قوله حرمت الربى في البر لأنه مطعوم لا يجري مجرى قوله حرمت الربى في كل مطعوم الجواب أما قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فإن القرآن قد دل على جميع الأحكام لكن إما بتمهيد طريق الاعتبار وإما بالدلالة على الإجماع والسنة وهما قد دل على القياس وإلا فأين في الكتاب مسألة الجد والإخوة والعول والمبتوتة والمفوضة والتحريم وفيها حكم لله شرعي ثم قد حرمتم القياس وليس في القرآن تحريمه وقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله قلنا القياس ثابت بالإجماع والسنة وقد دل عليهم القرآن المنزل ولا يرده إلا العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص رسوله فالقياس تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له ثم أنتم رددتم القياس بلا نص ولا رد إلى معنى نص وقولهم كيف ترفعون القواطع بالمظنون قلنا كما ترفعونه بالظواهب والعموم وخبر الواحد وتحقيق المناط في أحد الصور ثم نقول لا نرفعه إلا بقاطة فإن إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة فإنا نقطع بوجود الظن ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قطعا وقولهم مبنى الحكم على التعبدات قلنا نحن لا ننكر التعبدات في الشرع فلا جرم قلنا الأحكام ثلاثة أقسام قسم لا يعلل وقسم يعلم كونه معلل كالحجر على الصبي لضعف عقله وقسم يتردد فيه ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معلل وقولهم لما لم ينص على المكيل ويغني على القياس على الأشياء الستة قلنا هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونبه وأوجز ولو جاز ذلك لجاز أن يقال فلما لم يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة ولما لم يبين الأحكام كلها في القرآن وفي المتواتر لينحسم الاحتمال وهذا كله غير جائز ثم نقول إن الله تعالى عالم لطفا في تعبد العلماء بالاجتهاد وآمر بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ليه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقولهم كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل وقلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم حسب الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل قلنا ليس من ضرورة كون الفرع تابعا للأصل أن يساويه في طريق الحكم فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات ولا يلزم تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم وأما إذا قال أعتقت سالما لثواده فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا فقيسوا عليه كل أسود لم يتعدى العدق سالم ولو قال الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مشتد إلى لزمة التسوية فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق وأما التفصيل فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولا وزوالا على اللفظ دون الإرادات المجردة وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضى الشارع وإرادته ولذلك ثبت بدليل الخطاب وبسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما جرى بين يديه من الحوادث ولو أن إنسانا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو خاضر ولم ينكر ولم ينكر ولم يأذن بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ ولو قال الزوج فسخت النكاح ورفعت علاقة الحل بيني وبين زوجتي لم يقع الطلاق إلا أن ينوياه وإذا أتى بلظ الطلاق وقع وإن لم ينويه وإذا لم يحصل بجميع اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة على أن القياس مفهوم في اللغة فإنه لو قال لا تأكل الإهليلج لأنه مسهل ولا تجالس فلانا فإنه مفتدع فهم منه التعدي بتعدل إله وهذا مقتضى اللغة وهو مقتضاه في العطق لكن التعبد منع منه وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في امتناء قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه فيكون رجوعا إلى القياس الذي أنكروه ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها على بعض فإن قيل فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل فتكون العلة في تحريم الخمر شدة الخمر وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والدمى والميتة لخواص لا يطلع عليها فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ فبماذا يقع الأمر عن هذا قلنا قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية المحل كقوله أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه يعلم أن المرأة في معناه وقوله من أعتقى شركا له في عبد قوم عليه الباقي فالأمت في معناه لأن عرفنا بتصفح أحكام الأدق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقراء أنه لا مدخل للذكورية في الأدق والبيع وقد يظن ذلك ظنا يسكن إليه وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا إلحاق الظن بالقطع وقد اختلف الصحابة في مسائل ولو كانت قطعية لم اختلفوا فيها فعلمنا أن الظن كالعلم فإن انتفل علم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس فصل قال النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد وهذا خطأ إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة ولو لم يرد التعبد بالقياس لقتصرنا عليه كما لو قال اعتقت غانما لسواده وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة ويتجه عليه ما ذكره نفات القياس والله أعلم فصل ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه أحدها ألا يكون الحكم معللا والثاني ألا يصيب علته عند الله تعالى والثالث أي يقصر في بعض أوصاف العلة الرابع أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها الخامس أن يخطئ في وجودها في الفرأ فيظنها موجودة ولا يكون كذلك فصل إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون فالمقطوع ضربان أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة كقولنا إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى فإن الثلاثة اثنان وزيادة وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى فإن العام عاور مرتين فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول لأن العمد نوع يخالف الخطأ فيجوز أن لا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ والكافر يحترز من الكذب لدينه والفاسق متهم في الدين الضرب الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق كسراية العدق في العبد والأمه مثله وموت الحيوان في السمن والزيت مثله وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة بل بنفي الفارق المؤثر ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطع فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا به بل يكون مظنون وقد اختلف في تسمية هذا قياس وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون وفي الجملة فالإلحاق له طريقا أحدهما أنه لا فارق إلا كذا وهذه مقدمة ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير وهذه مقدمة أخرى فيلزم منه نتيجة وهو أنه لا فرق بينهما في الحكم وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصل فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع الثاني أن يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع وهذا المتفق على تسميته قياسة وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا إحدهما أن السكر مثلا أئلة التحريم في الخمش والثانية أنه موجود في النبيث فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس ودليل العقل والعرف وأدلة الشرع وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة الحل فليس إيجابها لذاته وأدلة الشرعي ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام نقول فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه طريقه فالشدة التي جعلت علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل فليس إيجابها لذاتها وأدلة الشرعي ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية وهي ثلاثة أضرب الأول الصريح وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة و لكي لا تأسوا و ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله و من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل و لنعلم من يتبع الرسول و ليذوق وبال أمره وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر و إنما نهيتكم من أجل الدافة ودفة عزيز المستمع قوم من الأعراب يردون المصر والمراد به هنا قوم من فقراء الأعراب وردوا المدينة عند الأضخى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابدخار لحوم الأضاحي ليتصدق على هؤلاء الفقراء نقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وإنما نهيتكم من أجل الدافة وكذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل لأنه يذكر للعلة والعذر كقوله تعالى لأمسكتم خشية الإنفاق و يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت وما جرى هذا المجرى من صياغ التعليل فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح إلا فيكون مجازا كما لو قيل لما فعلت هذا قال لأني أردت فهذا استعمال اللفء في غير محله فأما لفظة إن مثل قوله عليه السلام لما ألقى الروثة إنها رجز وقال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحمكم فإنه من الصريح فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة لا من طريق الصريح والله أعلم الضرب الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أنواع ستة أحدها أي يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف كقوله تعالى قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط و والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه و من أحيى أرضا ميتة فهي له فيدل ذلك على التعليل لأن الفاء في اللغة للتعقيب فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبة فيلزم منه السببية إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم أعقيبة ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة نحو قوله من مس ذكره فليتوضى ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد و رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين يفهم منه السببية فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله والظاهر أن الصحابية يمتنع مما يحرم عليه في دينه لا سيما إذا علم عمم فساده فيظهر أنه فهم منه التعليل والظاهر والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به ولا يحتاج إلى فقه الراوي فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين و ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين و ومن يتق الله يادعا له مخرجا أي لتقواه وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلب إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجله كل يوم قيرطان وكذلك ما أشبهه فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده النوع الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال إلا كما روي أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وأهلكت قال ماذا صنعت؟ قال واقعت أهلي في رمضان فقال عليه السلام أعتق رقبه فيدل على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا له والسؤال كالمعاد في الجواب فكأنه قال واقعت أهلك فأعتق رقبه واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع باتفاق النوع الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو وهو قسمان أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبة كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال فلا إذن فلو لم يقدر التعليل كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال عليه السلام أرأيتي لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خبطا في الكلام وكذا قوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان تنبيه على التعليل بالغضب إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما وإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم أي لبرهم وفجورهم فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به كما لو قال أكرم العلماء وأهن الفساق يفهم منه أن إكرام العلماء لعلمهم وإهانة الفساق لفسقهم فكذلك في لفظات الشارع فإن الغالب منه اعتبار المناسبة بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحة فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فهمنا التعليل به ففي هذه المعضة يدل على أن الوصف معتبر في الحكم لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو نهيه عن القضاء مع الغضب ينبه على أن الغضب إلا لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقن ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب والظاهر الإضافة إلى الأصل فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم وتغير طبعه عن السكون والتلبث للاجتهاد وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان فإنه يؤثر في الغصب إجماعا فيقيس السارق وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق إجماعا فلتصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال فلا يفتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مثار حيال الفرق وكذلك لو قال الإخوة من أبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا فهل تؤثر في التقديم في النكاح أو قال الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذلك على الثيب القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط وهو ثلاثة أنواع أحدها إثبات العلة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبة ومعناه أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة ولا يعتبر أن يكون من شاء للحكمة كالصفر مع المشقة بل متى كان في إثبات الحكم عقيبه مصلحة فيكون مناسبة كالحاجة مع البيع والشكر مع النعمة فيدل ذلك على التعليل به إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكما إلا لمصلحة فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المجتمل عليها إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع مؤثر وملائم وغريب فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع وهو شيئان أحدهما ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لما فيه من مشقة التكرار إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع لكن في محل مخصوص فعدينه إلى محل آخر وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهما فإن الحيضة والعدة والردة تجتمع في امرأة ويعلل تحريم الوطء بالجميع وهو قسمان أحدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل وربما يقر به منكر القياس إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مبينة إلا تعدد المحل كقولنا إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعراضي فالتركي والهندي في معنى الشيء الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجانسة الوجه الثاني يبدأ حالا ونبدأه بالنوع الثاني وهو الملائم وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر النوع الثالث الغريب وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض فإن أعم الأوصاف كونه حكم ثم ينقسم إلى إيجاب وندب وتحريم وإباحة وكراهية ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيرها فمع ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة ومع ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ومع ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه وأخص منه كونه مصلحة وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن والأعلى مقدم على ما دونه وقيل بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع كقولنا الخمر إنما حرم لكونه مسكرة وفي معناه كل مسكر ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به وقولنا المبتوتة في مرض الموت ترث لأن الزوجة قصد الفرار من الميراث فعورض بنقيض قصده قياسا على القاتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده فإن لم نرى الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر فتبقى مناسبة مجرد غريبة وقد قاصر قوم القياس على المؤثر لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا كتحريم الميتة والخنزير والدم والحمور الأهلية وكل ذيناب من السباع مع إباحة الضب والضبع ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا ويحتمل أن يكون للإسكار فهذه ثلاث احتمالات فالتعين تحكم بغير دليل ووهم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا وهذا غلط فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم وهذا لا ينقلب في المؤثر فإنه علم كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا قلنا لا يصح ما ذكروه لوجهين أحدهما أننا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في جتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع والثاني أن المطلوب غلبت الظن وقد حصل فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكر القياس كما في المؤثر فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به وبه اعتصم نفات القياس لكن قيل لهم علم من الصحابة اتباع العلل وإطراح التعبد مهما أمكن فكذا ها هنا ولا فرق وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محت وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن ولو فتح هذا الباب لم يستقن قياس فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة ولو ظهرت لازال الظن وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب ولم يضبط أجناسه ولم يميز جنسا عن جنس فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه وقولهم هذا وهم لا يصح فإن الوهم ميل النفس من غير سبب والظن ميلها بسبب وهذا الفرق بينهما ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا ومن بنه على الوهم سفه ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمن ولو تصرف بالوهم ضمن وقد بينا الظن ها هنا فيجب البناء عليه والله أعلم النوع الثاني في إثبات العلة السبر قال أبو الخطاب ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل ثم يختلفون في علته فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق عن أقويل الأمة فنقول الحكم معلل ولا عله إلا كذا أو كذا وقد بطل أحدهما تعين الآخر مثاله الربا يحرم في البر بعلة والعلة الكيل أو القوت أو الطعم وقد بطل التعليل بالقوت والطعم يثبت أن العلة الكيل فيحتاج إلى ثلاثة أمور أحدها أنه لابد من علة ودليله الإجماع على أن الحكم معلل فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبد إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها والموجود المجرد لا يكفي في التعليل وقول المستدل بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل ليس بأولى من قول خصمه بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة أو ما يصلح به للتعليل فيتعارض الكلامان الأمر الثاني أن يكون سبره خاصرا لجميع ما يعلل به إما بموافقة خصمه وإما بأي يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره فإن كان مناظرا كفاه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر فإن شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها فإن كتمانها حينئذ عناد وهو محرم وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره وكلاهما محرم الثالث إبطال أحد القسمين وله في ذلك طريقان أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه فيبين به أنه ليس من الألة إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام كالطول والقصر والسواد والبيض أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية والأنوثة في سراية العتق ولا يكفيه في إفساد علة خصمه الناقض لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ولا يكفيه أيضا أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه إلا أو سلم له ذلك بموافقة خصمه فذلك يكفيه ابتداء بدون السبر فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده وقال بعض أصحاب الشافعي يكفيه ذلك وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته وليس بصحيح فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب فيتساوى عنده الأمر فيهما فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله ويبطل جميع ما قيل إنه علة والله أعلم النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدمه بعدمها فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنذا إلى ذلك الوصف فإننا لو رأينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه غالب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله فإن قيل الوجود عند الوجود طارض محض وزيادة العكس لا تؤثر إذ ليس بشرط في العلة الشرعية ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه ويحتمل ما ذكرته أو ما ذكرتم ومع طارض لا معنى للتحكم ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة يزول التحرم بزوالها ويوجد بوجودها وليس بعلة قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين فإن العلة إذا كان الذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن ولا يمنع من التمسك بما ظن أنه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضة والنقض برائحة الخمر غير لازم فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبر فيقول علة الحكم أمر حادث ولا حادث إلا كذا وكذا ويغبطل ما سواه والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمرا حادثا إذ يجوز أن تكون العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به أو يكون الحكم غير معلل والله أعلم ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخيل ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة لم تجب في الذكور والإناف ويستدل على صحتها بالاضطراض والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغلي به على الظن ومنع منه بعضهم والله أعلم فصل فأما الدلالة على صحة العلة باضطراضها ففاسد إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد هو النقض وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة فربما لم يسلم من مفسد آخر ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلا على صحتها كما لو سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تكن بينة معدلة فكذلك لا تكتفي الصحة بانتفاء المفسد بل لا بد من قيام دليل على الصحة وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم ولا يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له فكذلك العلة ويعارضه أنه لا دليل على الصحة واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علة فقد يلازم الخمر لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويضطرد وينعكس والعلة الشدة واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب أو هبوب ريح ثم للمعترض في إفساده المعارضة بوصف مضطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التفضي عنه طريقة ومثال ذلك قولهم في الخل مائع لا يصد من جنسه السمك ولا تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها من علة تفسدها لم يصح لما ذكرنا فإن قيل دليل صحتها انتفاء المفسد قلنا بل دليل الفساد انتفاء المصحح ولا فرق بين الكلامين فصل متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها فقيل إن المناسبة تنتفي فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا إذ المناسب ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين وهذا غير صحيح فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر من نفعهما فلم ينفي منافعهما مع رجحان إثمهما والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر فيكون هذا معارضا إذ هذا حال كل دليل له معارض ثم ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد تعبدا ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر اقتضاءا أحدهما قتله دفعا لضرره والثاني الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال عدوه فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثة بل يعد جريا على مجب العقل ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرا إلى الجهات المختلفة كالصلاة في الدار المعصوبة فإنها سبب للثواب من حيث إنها صلاة وللعقاب من حيث إنها غصب نظرا إلى المصلحة والمفسدة مع أنه لا يخلو إما أي تساوية أو يرجح أحدهما فعلى تقدير التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة فيلزم انتفاء الصحة والحرمة وعلى تقدير الرجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء المصلحة فلا يجتمع الحكمان مع ومع ذلك اجتمع فدل على بطلان ما ذكروه ثم قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فدليل الرجحان أننا لم نجد في محل الوفاق مناسبا سوى ما ذكرناه فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتا معقولا وعلى تقدير عدمه يكون تعبدا واحتمال التعبد ابعد واندر فيكون احتمال الرجحان اظهر ومثال ذلك تعليلنا وجوب القصاص على المشركين في القتل بحكمة الردع والزجر كي لا يفضي اسقاطه الى فتح باب الدماء فيعارض الخصم بضرر ايجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك فيكون جوابه ما ذكرناه والله اعلم فصل في قياس الشبه واختلف في تفسيره ثم في انه حجة فاما تفسيره فقال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين اصلين حاضر ومبيح ويكون شبهه باحدهما اكثر نحو ان يشبه المبيح في ثلاثة اوصاف ويشبه الحاضر في اربعة فنلحقه باشبههما به ومثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في انه يملك فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه مثاله تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في انه يملك فمن لم يملكه قال حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته واجارته وارثه اشبه الدابة ومن يملكه قال يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف اشبه الحر فيلحق بما هو اكثرهما شبه وقيل الشبه الجامع بين الاصل والفرع الشبه الجمع بين الاصل والفرع بوصف يهم اجتماله على حكمة الحكم من جلب المصلحة او دفع المفسدة وذلك ان الاوصافة تنقسم ثلاثة اقسام قسم يعلم اجتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة كمناسبة الشدة للتحريم وقسم لا يتوهم فيه مناسبة اصلا لعدم الوقوف عليها بعد البحث التام من الفنا من الشارع انه لا يلتفت اليه في حكم ما كالطول والقصر والسواد والبياض وكون المائع لا تبنى عليه القناطر وقسم ثالث بين القسمين الاولين وهو ما يتوهم اجتماله على مصلحة الحكم ويظن انه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع اهدنا اعتبار الشارع له في بعض الاحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف كونه مسحة والجمع بينه وبين الاعضاء المغسولة في التكرار بكونه اصلا في الطهارة فهذا قياس الشبه فالقسم الاول قياس العلة وهو صحيح والقسم الثاني باطل والثالث الشبه وهو مختلف فيه وكل قياس فهو يجتمل على شبه والطراد لكن قياس العلة عرف باشبه صفاته واقواها وقياس الشبه كان اشرف صفاته المشابهة فعرف به وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاضطراد اذ لم يكن له ما يعرف به سوى وكل وصف ظهر كونه مناطا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة لا من قبيل قياس الشبه واختلفت الرواية عن احمد رحمه الله في قياس الشبه فروي انه صحيح والاخرى انه غير صحيح اختارها القاضي وللشافعين قولان كالروايتين ووجه كونه حجة هو انه يثير ظنا غالبا يبنى على الاجتهاد فيجب ان يكون متبعا كالمناسب فلا يخلو اما ان يكون الحكم لغير مصلحة او لمصلحة في الوصف الشبهي او لمصلحة في ضمن الاوصاف الاخر ولا يجوز ان يكون لغير مصلحة فان حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة واحتمال كونه لمصلحة وعله ظاهرة ارجح من احتمال التعبد واحتمال اجتمال الوصف الشبهي على المصلحة اغلب واضهر من اجتمال الاوصاف البقية عليها فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعد الحكم بتعديه فصل في قياس الدلالة وهو ان يجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة لي يدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا ومثاله قولنا في جواز اجبار البكر جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة فان اباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار الرضاها اذ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق اما السكوت فمحتمل متردد واذا لم يعتبر رضاها ابيح تزويجها حال السخط وكذا قولنا في منع اجبار العبد على النكاح لا يجبر على ابقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر فان عدم الاجبار على الابقاء يدل على خلوص حقه في النكاح وذلك يختضي المنع مع الاجبار في الابتداء باب اركان القياس وهي اربعة اصل وفرع وعلة وحكم فالاول له شرطان احدهما ان يكون ثابتا بنص او اتفاق من الخصمين فان كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به لانه ليس بناء احدهما على الاخر باولى من العكس ولو اراد اثبات حكم الاصل بالقياس على محل اخر لم يجز فان العلة التي يجمع بها بين الاصل الثاني والاول ان كانت موجودة في الفرع فليقسه على هذا الاصل الثاني ويكفيه فذكر الاول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده وان كان الجامع بين الاصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الاصل الاول لانه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع ومن شرط صحة القياس التساوي في الالة ولا يمكن تعليل الحكم في الاصل الاول بغير ما علله به في قياسه اياه على الاصل الثاني فانه انما يعرف كون الجامع عله بشهادة الاصل له واعتبار الشرع له باثبات الحكم على وفقه ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف الا ان يقترن الحكم به عريا عما يصلح ان يكون عله او جزءا من اجزائها فانه ما تقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين او بكل واحد منهما منفردة احتمل ان يكون ثبوت الحكم بهما جميعا او باحدهما غير معين فالتعين تحكم ولذلك كانت المعارضة في الاصل سؤالا صحيحا وقال بعض اصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس لانه لما ثبت صار اصلا في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص ولعله اراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان وقال قوم من شرطه ان يكون متفقا عليه بين الامة فانه اذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم ان يعلل الحكم في الاصل بمعنى مختص به لا يتعدى الى الفرع فان ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع وان لم يساعده منع الحكم في الاصل فبطل القياس وسموه القياس المركب ومثاله قياسنا العبد على المكاتب فنقول العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول المخالف العلة في المكاتب انه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث او السيد فان سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لان مستحقه معلوم وان منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الاصل فبطل القياس وهذا لا يصح لوجهين احدهما ان كل واحد من المتناظرين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لامامه لعجزه عن تقريره فانه لا يتيقن مأخذ امامه في الحكم ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده اذ من المحتمل ان يكون لقصوره فان امامه اكمل منه وقد اعتقد صحته ويحتمل ان امامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده او لفوات شرط فلا يجوز له منع حكم ثبت يقين بناء على فساد مأخذه احتمالا وحاصل هذا انه لا يخلو اما ان يمنع على مذهب امامه او على خلافه فالاول بعطل لعلمنا انه على خلافه والثاني بعطل فانه تصدى لتقرير مذهبه فتجب مؤاخذته به ثم لو صح هذا لما تمكن احد من الخصمين من الزام خصمه حكما على مذهبه غير مجمع عليه لانه لا يعجز عن منعه الثاني ان لو حصرنا القياس في اصل مجمع عليه بين الامة افضى الى خلو كثير من الواقع يعاني الاحكام لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس فان كان الحكم منصوصا عليه جاز الاستناد اليه في القياس وان كان مختلفا فيه بين الخصمين بشرط ان يكون النص غير متناول للفرع فانه اذا كان متناولا للفرع فهو منصوص عليه فلا يستروح الى القياس على وجه لا يجد بدا من الاسترواح الى النص فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده وقال قوم لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال لانه يفضي الى نقل الكلام من مسألة الى مسألة وبناء الخلاف على الخلاف وليس احدهما اولى من الاخر ولنا ان حكم الاصل احد اركان الدليل فيجب ان يتمكن من اثباته بالدليل كبقية اركانه فانه ليس من شرط ما يفتقر اليه في اثبات الحكم ان يكون متفقا عليها بل يكفي ان يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن فيجب ان يكتفى بذلك في الاصل اذي الفرق تحكم وانما منعنا من اثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداء فاما اذا امكن اثبات ذلك بنص او اجماع منقول عن اهل العصر الاول فيكون كافية الشرط الثاني ان يكون الحكم معقول المعنى اذي القياس انما هو تعدية الحكم من محل الى محل بواسطة تعدي المقتضي وما لا يعقل معناه كاوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه على المعنى المقتضي ولا يعلم تعديه فلا يمكن تعدي الحكم فيه الركن الثاني الحكم وله شرطان احدهما ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل كقياس البيع على النكاح في الصحة والزنا على الشرب في التحريم والصلاة على الصوم في الوجوب فان حقائق هذه الاحكام لا تختلف باختلاف متعلقها والسبب يقتضي الحكم لإفضائه الى حكمته فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الاصل تأدى به من الحكمة مثل ما تأدى بحكم الاصل فيجب أن يثبت أما إذا كان مخالفا له فلا يصح قياسه عليه لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأدى بحكم الاصل إما بزيادة وإما بنقصان فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الاصل يدل على اعتبارها بصفة الكمال ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم الاصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أو جب التعيينه أو على وجود مانع منع ثبوت حكم الفرع فكيف يصح قياسه عليه ولأن القياس تعدية للحكم بتعدي علته فإذا أثبت في الفرع غير حكم الاصل لم يكن ذلك تعدية بل ابتداء حكم وقولهم في السلم بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ بالآخر أقصى مراتب الديون قياسا لأحدهما على الآخر ليس بقياس إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراه فكيف تختلف التعدية وهذا إثبت ضده وكذلك لو أثبت في الأصل حكم ولم يمكنه إثباته في الرفع إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل لأنه ليس على صورة التعدية مثاله قولهم في صلاة الكسوف يشرع فيها ركوع زائد لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة وصلاة العيد تختص بالتكبيرات وهذا فاسد فإنه لم يتمكن من تعديث الحكم على وجهه وتفصيله الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعية فإن كان عقلية أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز لما ذكرناه فإن كان لغوية ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضى الركن الثالث الفرع ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه فإن تعديث الحكم فرع تعد العلة واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت لأن الحكم يحدث بحدوث العلة فكيف تتأخر عنه والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة ولا يشترط لقياس الدلالة بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه فإن الدليل يجوز تأخره على المدلول فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم وإن الدخانة دليل على النار والأثر دليل على المؤثر ولا يشترط أيضا أن يكون وجود العلة مقطوعا به في الفرع بل يكفي فيه غلبة الظن فإن الظن كالقطع في الشرعيات الركن الرابع العلة ومعنى العلة الشرعية العلامة ويجوز أن تكون حكما شرعية كقولنا يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه كالميتة وتكون وصفا عارضا كالشدة في الخمر ولا زماء كالصغر والنقدية أو من أفعال المكلفين كالقتل والسرقة ووصفا مجردا أو مركبا من أوصاف كثيرة ولا ينحصل ذلك إلا في خمسة أوصاف وتكون نفيا وإثباتا وتكون مناسبا وغير مناسب ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحرين نكاح الأمة لعلة رق الولد وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف فصل قال أصحابنا من شرط صحة العلة أن تكون متعدية فإن كانت قاصرة على محلها كتعليل الربى في الأثمان بالثمانية لم يصح وهو قول الحنفية لثلاثة أوجه أحدها أن علل الشرع أمارات والقاصرة ليست أمارة على شيء الثاني أن الأصلى أن لا يعمل بالظن لأنه جاهل ورجم بالظن وإنما جوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بها والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى على الأصل الثالث أن القاصرة لا فائدة فيها وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به دليل المقدمة الأولى أن فائدة العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى ودليل أن فائدتها التعدي أن الحكم ثابت في محل النص بالنص لكونه مقطوعا به والقياس مظنون ولا يثبت المقطوع بالمظنون إذا ثبت هذا تعين اعتبارها في غير محل النص والقاصرة لا يمكن فيها ذلك فإن قيل فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى الحكم بتعاديتها أو بتعديها ولا تنحصر الفائدة في التعدي بل في التعليل فائدتان سواه إحداهما معرفة الحكم معرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق والثانية قصر الحكم على محلها إذ معرفة خروب المحل عن الحكم يفيد ثبوت ضده وذلك فائدة قلنا قولكم الحكم يتعدى مجاز يتعرفه الفقهاء فإن الحكم لو تعدى لخلى عنه المحل الأول والتحقيق فيه أنه لا يتعدى وإنما معناه أنه ما توجد في محل آخر مثل تلك العلة مثل تلك العلة ثابت مثل ذلك الحكم وظننا أن نباعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه إذ لو كان مضافا إليه لكان على وفقه في القطع والظن إذ لا يثبت بالظن شيء مقطوع به وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورها بل لأن ثم دليلا أقوى منها ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلويها عن المعارض وقولكم فائدة التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته قلنا نحن لا نسد هذا الباب لكن ليس كل معنى استنبط من النص علة إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع والقاصرة ليست كذلك وقولهم فائدته قصر الحكم على محلها قلنا هذا يحصل بدون هذه العلة إذا لم يكن الحكم معللا قصرناه على محله وقال أصحاب الشافعي يصح التعليل بها وهو قول بعض المتكلمين واختاره أبو الخطاب لثلاثة أوجه أحدها أن التعدية فرع صحة العلة فلا يجوز أن تكون شرطة فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره وذلك أن الناظر ينظر في استنباط العلة وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء والمناسبة أو يضمن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها فإن كانت أعمة من النص عداها وإلا اقتصر فالتعدية فرع الصحة فكيف يجوز أن تكون من جملة المصحح الثاني أن التعدية ليست شرطا في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية وهما آكد فكذلك المستنبطة الثالث أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلما بوجوب القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعثة حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى غير قاتل فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره على البعض وقولكم لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة عنه جوابان أحدهما المنع فإن فيها فائدتين ذكرناهما إحداهما قصر الحكم على محلها قولهم إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل قلنا بل يحصل هذا بالعلة القاصرة فإن كل علة غير المؤثرة إنما تثبت بشهادة الأصل وتتم بالسبر وشرطه لاتحاد فإذا ظهرت علة أخرى انقاطع الحكم فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعد الحكم فإذا ظهرت علة قاصرة أعرضت المتعدية ودفعتها وبقي الحكم مقصورا على محلها ولولاها لتعد الحكم والثانية معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع إلى التصديق وأدعى إلى القبول فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أم يل منها إلى قهر التحكم ومرارة التعبد ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكير وذكر محاسن الشريعة ولطائف معانيها وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنا وتأكيدا الثاني أننا لا نعني بالألة إلا باعث الشرع على الحكم وثبوته بالنص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه كما أن تنصيصه على رخص الصفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع الخف وإن لم يقس عليه غيره ولما نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن نباعث الشرع على التحريم السكر ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجال الحكم ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول إنما ظننا كذا مهما ظننا كذا ولا مانع من هذا الظن وأكثر المواعظ ظنية وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون قولهم لا نسمي هذا علة قلنا متى سلمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن يقتصر الحكم على محلها وهو فائدة الخلاف ولا يضرنا أن تسموه علة فإن النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد وتلخيص ما ذكرنا أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم ولا ينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المضمونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضا لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى المعنى فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اجتمل على حكمتين قاصرة ومتعدية هل يجوز تعديته؟ فالصحيح أنه لا يتعدى لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية للمصلحة المختصة به أو رعاية للمصلحتين جميعا فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين بالتحكم ومع بقائهما تمتنع التعدية والله أعلم فصل في اضطراض العلة اضطراض العلة هو استمرار حكمها في جميع محالها حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين أحدهما هو شرط فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصا عليها ونصره القاضي أبو يعلى وبه قال بعض الشافعية والوجه الآخر تبقى حجة فيما عدى المحل المخصوص كالعموم إذا خص اختاره أبو الخطاب وبه قال مالك والحنفية وبعض الشافعية لوجهين أحدهما أن علل الشرع أمارات والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبدا بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثر كالغيم الرطب في الشتاء أماره على المطر وكون مركوب القاضي على باب الأمير أماره على أنه عنده وقد يجوز أن لا يكون عنده فلو لم يكن عنده في مرة لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن وجود ما هو أماره عليه الثاني أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه لعلة بدليل أنه يكتفى بذلك فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمى المتردد انتهى الشريط السابع من المجلد الثالث من كتاب روضة الناظر وله بقية على الشريط الثامن الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثامن من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة وهذا هو المجلد الثالث من الكتاب نتابع القراءة في الكلام على القياس والطراد العلة الآن الطراد العلة نقول نقول في الطراد العلة استمرار حكمها في جميع محلها وتحدثنا عن حكاية أبي حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها والوجهين ونصرة القاضي أبو يعلى لذلك وقول الشافئية واختيار أبي الخطاب وقول المالك والحنفية في ذلك وواصلنا في الكلام عن أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة بدليل أنه يكتفى بذلك فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم ويتخلف الحكم يحتمل أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع ويحتمل أن يكون لعدم العلة فلا يترك الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد فإن قيل نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه ووخلاف الأصل ونفيه لعدم العلة موافق للأصل إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أولى قلنا هو مخالف للأصل من جهة أخرى وهو أن فيه نفي العلة مع قيام دليلها والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان ودليل العلة في ظاهر والظاهر لا يعارض بالمحتمل المتردد وفرق قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة وجعل نقض المستنبطة مبطلا لها وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قوي وتخلف الحكم يحتمل أن يكون لفوات شرط أو وجود مانع فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال ولأن ظن ثبوت العلة من النص وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم مستفاد بالنظر والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقد لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشرع له في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع ألغاه وقول القائل إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه ليس بأولى ممن قال أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم ثم إن جوز وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط فليجز ذلك في محل النزاع قولهم ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع ذليل على أنه علة قلنا وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة فإن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصل وانتفاءه لمعارض على خلاف الأصل قولهم إنه مخالف للأصل إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى لاحتمالان قلنا متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبقى ظن صحة العلة إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة إذ ظن صحة العلة مع الشك في ما يفسدها محال فهو كما لو قال أشك في الغيم وأظن الصحوة وأشك في موت زيد وأظن حياته قولهم دليل العلة ظاهر قلنا والمعارض ظاهر أيضا فيتساويان فلا يبقى الظن مع وجود المعارض قولهم العلة أمارة والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة والخلافها هنا هل هذا الوصف علة وأمارة أو لا وليس الاستدلال على أنه علة بثبت الحكم مقرونا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه إذ ظاهر أن الحكم لا يتخلف عنه علته أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقد لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل كذلك وجود المعارض في محل النقد على خلاف الأصل فاهتساويان وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها فلا يقدح فيها تخلفه عنها كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة فإذا طريق الخروج عن عهدة النقد أربعة أمور أحدها منع العلة في صورة النقد والثاني منع وجود الحكم والثالث أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين وإن أمكن المعترضاء إبراز قياس لا ينتقد بمسألة النقد كانت علته المطردة أولى من المنقوضة ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقد أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان فإن الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة فصل تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني مع أن جناية الشخص علة وجوب الضمان عليها وإيجاب صاع من تمر في لبن المصراه مع أن علة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء فهذه العلة معلومة قطعة فلا تنتقض بهذه الصورة ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العراية نقضا لعلة من يعلل الربى بالكيل أو الطعم فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل فلا يجب نقضا على القياس ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا أو بدليل يصلح لذلك فإن قيل فلما لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به النقض فنقول في مسألة المصرا العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى غير المصرا ويكون التماثل المطلق بعض العلة وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصرا لعدم العلة فلا يكون نقضا فليجب على المعلل ذلك قلنا بل العلة مطلق التماثل فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل بأنه فقير ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي ومنع آخر وقال هو معتزلي فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ولا تعده متناقضا ويجوز أن يقول أعطيته لفقره إذ الباعث هو الفقر وقد لا تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهما ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر كذلك مجرد التماثل لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه ولا تحضرنا مسألة المصراه أصلا في تلك الحالة ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول تماثل في غير المصراه وإما أن تسمى العلة استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله وإما أن تسمى العلة استعارة من علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم فيجوز أن يسمى الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط ووجود المانع فإن البرودة مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر عقيبها وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مثلا لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة فيجوز أيضا أن يسمى التماثل المطلق علة وإن كان ينضاف إليها شيء آخر إما شرطة وإما انتفاء المانا ومن سماها علة أخذ من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته لم يسمي التماثل المطلق علة ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط بل العلة المجموح والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة ولا فرق بين الجميع لأن العلة العلامة وإنما العلامة جملة الأوصاف والأول أولى لأن علل الشرعي لا توجب الحكم لذاتها بل هي أمارة معرفة للحكم فاستعارتها عما ذكرنا أولا أو لا والله أعلم الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى كقوله علة رق الولد رق الأم ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرور ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد فهذا لا يرد نقضا أيضا ولا يفسد العلة لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا الضرب الثالث أي تخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها كقولنا السرقة علة القطى وقد وجدت في النباش فيقطع فيقال تابطل سرقة ما دون النصاب وبسرقة الصبي أو بسرقة من غير الحرز وكقولنا البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار فيقال يابطل بيع الموقوف والمرهون فهذا لا يفسد العلة لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد ذلك نقضا فهذا اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه فإليهم ذلك والأليق تكليفه ذلك لأن الخطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي تنتقض العلة به وفيه من الاختلاف ما قد مضى فصل والمستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى ما عقل معناه وإلى ما لا يعقل فالأول يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة من ذلك استثناء العرايا للحاجة لا يبعد أن قيس العنب على الرطب إذا تبين أنه في معناه وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصرى مستثنى عن قاعدة الضمان بالمثل نقيس عليه ما لو رد المصرات بعيب آخر وهو نوع الحاق ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة صيانة للنفس واستبقاء للمهجة يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها ويقاس عليه المكره لأنه في معناه وأما ما لا يعقل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم كتخصيصه أبي بردة بجذعة من المعز وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى فإنه لما لم ينقدح فيه معنى لم يقس عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره والله أعلم فصل قال أبو الخطاب يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم على قول أصحابنا كقولهم ليس بمكيل ولا موزون ليس بتراب لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه وقال بعض الشافعية لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم لأن السبب لا بد أن يكون مشتملا على معنى يثبت لحكم رعاية له والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة والعدم لا يحصل به شيء من ذلك فلئن قلتم إنه تحصل به الحكمة فإن ما كان نافعا فعدمه مضر وما كان مضر فعدمه يلزم منه من فعه ويكفي في مضنة الحكم أن يلزم منها الحكمة ولا يشترط أن يكون من شاء لها قلنا لا ننكر ذلك لكن لا يناسب حكما في حق كل أحد بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام زجعا له وإعدام المضر يناسب حكما نافعا في حق من وجد منه إعدامه حثا له على تعاطي مثله فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا إلى العدم فلئن قلتم إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع الله جبرا لحاله قلنا عنه جوابان أحدهما منع المناسبة فإنه لا يخلق إما أن تثبت المناسبة بالنسبة إلى الله عز وجل أو إلى غيره وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولا على من وجد منه الضرر وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة كإيجاب ضمان فرص زيد على عمر إذا تلف بآفة سماوية فإن قيل يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عز وجل فهو عود إلى الوجود ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسبا فإن نفع زيد بضرر عمر لا يكون مناسبا لكونهما في نظر الشرع على السواء الثاني أنه لا يمكن اعتباره لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم قلنا بل يجوز التعليل بالعدم فإن علل الشرع بأمارات على الحكم فهو لا يشترط فيها أن يكون منشأ للحكمة ولا مظنة لها وعند ذلك لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أماره إذا كان ظاهرا معلوما ولو قال الشارع اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه فما المانع من هذا وأشباهه وقد تقر بين الفقهة أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط فإنه ينتفي بانتفائه وإذا جاز ذلك في النافي ففي الإثبات مثله فإنه لو قال الشارع ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله وما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله لم يمتنع ذلك وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا تعليق لتحريم الأكل عند عدم ذكر اسم الله ولأن النفي صلح أن يكون علة للنفي فيلزم منه أنه يصلح للتعليل به للإثبات لأن كل حكم له ضد فالحل ضده الحرمة والوجوب ضده براءة الذمة والصحة ضدها الفساد وكل ما نفى شيئا أثبت ضده فما كان علة لانتفاء الحرمة فهو علة الإباحة وما ذكروه من أن النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر قلنا عنه جوابان أحدهما أن جهات إثبات العلة لا تنحصل في المناسبة بل طرقها كثيرة على ما علم فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها الثاني أن المناسبة متحققة فيه فإن ما كان وجوده نافعة لزم من عدمه الضرر وما كان مضر لزم من عدمه النفع فلله تعالى فرائض وواجبات كما أن له محظورات محرمات فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها زجرا عنها فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثا عليها ولا بعد في قول من قال إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس وكذلك أشباهها من الواجبات وقولهم إن هذا إعدام غير صحيح بل هو مجرد عدم إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم ولم يكن للصلاة من تاركها وجود فيعدمها ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما علم في موضع آخر ومثل هذا يوجد في الإثبات فلا فرق إذن وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هي تناول ماله دون ما عليه فليست عامة فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام الدنيا بدليل أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له وعدم المال في حق المسكين جاع له مصرفا للزكاة وأمثال هذا يكثر والله أعلم فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين لأن العلة الشرعية أمارة فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد ولذلك من لمس وبال في وقت واحد انطقض وضوءه بهما ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجمع لبنهما وانتهى إلى حلقها دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها ولا يحال على أحدهما دون الآخر ولا يمكن أن يقال تحريمان وحكمان لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة ويستحيل اجتماع مثلين فإن قيل فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل فلم يعارض علة المستدل ولم يقبل هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين قلنا إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من الأمثلة وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على حيالها وإن كانت ثابتة بالاستنباط فاسدت بهذه المعارضة لأن ظن كونها علة إنما يتم بالسبري وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة ولا يصلح علة إلا هذا فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين وهي أنه لا يصلح علة إلا كذا مثاله من أعطى إنسانا شيئا فوجدناه فقيرا ظنناه أنه أعطاه لفقره وعللنا به فإن وجدناه قريبا عللناه بالقرابة فإن وجدناه فقيرا قريبا أمكن أن يكون الإعطاء لهما أو لأحدهما فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه فإن قيل فلما يلزم العكس وهو وجود الحكم بدون العلة فإن العلة الشرعية أمارات ودلالات فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء البعض انتفاء الحكم قلنا هذا الصحيح وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فإن الحكم لا بد له من علة فإذا اتحدت وانتفت فلو نفي الحكم لكان ثابتا بغير سبب وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها فصل يجوز إجراء القياس في الأسباب فنقول إنما نصب الزن سببا لوجوب الرجم لعلة كذا وهو موجود في اللواط فيجعل سببا وإن كان لا يسمى زن ومنع منه آخرون وقالوا الحكم يتبع السبب دون حكمته فإن الحكمة ثمرة وليست إلا فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا أنها حكمة وجوب القصاص في القتل ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة وهذا أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ولنا أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته ويتعدى إلى سبب آخر فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين حكم وحكم كمن يقول يجري القياس في القصاص دون البيع وفي البيع دون النكاح وإن ادعوا الإحالة فمن أين عرفوا ذلك بضرورة أو نظر كيف ونحن نبين إن كانه بالأمثلة فإن قالوا هو ممكن في العقل لكنه غير واقع لأنه لا يلفي للأسباب علة مستقيمة تتعدى قلنا قد ارتفع النزاع الأصولي إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية فارتفع الخلاف ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين أحدهما تنقيح المناط فنقول قياس اللائط على الزان كقياس الأكل على الجماع في إيجاب الكفارة فإن تعرفنا أن وصف كونه زنى لا يؤثر بل المؤثر كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعا مشتهى طبعا فإن قالوا هذا ليس بقياس فإن القياس أن يقال علق الحكم بالزنى لعلة كذا وهي موجودة في اللواط فيلحق به كما يقال ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم ولم نغير من الخمر شيئا ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق به وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم فنتعرف الحكم الوارد شرعا أين ورد وكيف ورد وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنى وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله وفي السببية إذا قلنا علق الشرع الرجم بالزنى لعلة كذا فألحقنا به غير الزنى تناقض آخر الكلام وأوله لأن الزنى إن كان مناطا من حيث إنه زنى فألحقنا به ما ليس بزنى أخرجنا الزنى عن كونه علة ومناطا فإنا نتبين بالآخرة أن الزنى لم يكن هو السبب بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج محرم فكيف يعلل كونه مناطا بما يخرج به عن كونه مناطا والتعليل تقرير لا تغيير وإنما يكون تعليلا أن لو بقي الزنى سببا وانضم إليه سبب آخر كما بقي الخمر محلا للتحريم وانضم إليه محل آخر وذلك غير جار في الأسباب قلنا هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباش وهو نوع إلحاق لغير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم فيرجع النزاع إلى الإسم ولا فائدة فيه أو يقول هذا بعينه جار في الأحكام فإن الخمر لما حرم لعلة الشدة بينا أن وصف كونه خمرا لا أثر له والمؤثر إنما هو كونه مشتدة مزيدا للعقل كما تبيننا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج وكما جعلتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسدا للصوم فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة وقولهم إنا نبين بهذا أن الزنى لم يكن سببا قلنا بل هو سبب لاجتماله على المعنى المؤثر المنهج الثاني أن نعلل الحكم بالحكمة ونعد الحكم بتعديها كما في قوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان إنما جعل الغضب سببا لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر وهو موجود في الجوع والعطش المفرطين فنقيسه عليه وكقولنا الصبي يولى عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسه فينصب الجنون سببا كياسا على الصغر لهذه الحكمة ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة بالواحد كياسا على الواحد بالواحد للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر وقولهم الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكم فكيف تكون علة قلنا الحاجة إلى الزجر هي العلة لكون القتل سببا دون نفس الزجر والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر كما يقال خرج الأمير للقاء زيت ولقاء زيت بعد خروجه لكن الحاجة إلى لقائه أعلة بعثة على الخروج سابقة عليه كذلك هاهنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة وهي متقدمة فصل ويجري القياس في الكفارات والحدود وهو قول الشافعية وأنكره الحنفية لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم والزجر والردع على المعاصي والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة أمر استأثر الله بعلمه وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه فلم يجزي الإقدام عليه بالقياس ولأن الحد يدرأ بالشبهة والقياس لا يخلو من الشبهة ولنا ما تقدم في المسألة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس التنقيح ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية الأحكام وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام فإنها شرعت لمصالح العباد والقياس يجري فيها ولو ساغ ما ذكروه لا ساغ لنفات القياس في الجملة ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصل ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير كالتوقيف فأما ما لا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه وقولهم إن في القياس شبهة قلنا يبطل بخبر الواحد والشهادة والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه مسألة والنفي على ضربين طارئ كبراءة الذمة من الدين فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة أي الطارئ وقياس الدلالة كالإثبات ونفي أصلي وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة سادسة فهو منفي باستصحابي موجب العقل فلا يجري فيه قياس العلة لأنه لا موجب له قبل ورود السماء فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال والله أعلم فصل قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس إثنى عشر سؤال الاستفسار وفساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والتقسيم والمطالبة والنقض والقول بالموجب والقلب وعدم التأثير والمعارضة والتركيب أما الاستفسار فيتوجه على المجمل وعلى المعترض إثبات الإجمال ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظ ولا يلزمه بيان المساواة بينهما لأنه ليس في وسعيه ذلك وجوابه بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما السؤال الثاني فساد الاعتبار وهو أن يقول هذا قياس يخالف نص فيكون باطلا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع ظفرهم بالخبر فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار ثم بعد حصول اليأس كانوا يعدلون إلى القياس وقد أخر معاذ رضي الله عنه العمل به عن السنة فصوابه النبي صلى الله عليه وسلم والجواب من وجهين أحدهما أن يبين عدم المعارضة والثاني بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور السؤال الثالث فساد الوضع وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي العلة نقيضة مثاله ما لو قال في النكاح بلفظ الهبة لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاح كالإجارة فيقال له هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيه فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد وجوابه من وجهين أحدهما أن يدفع قول الخصب إنه يقتضي نقيض ذلك الثاني أن يسلم ذلك ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخر والحكم على وفقه فيجب تقديمه لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره فلئن ذكر الخصب لما ذكره أصلا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة السؤال الرابع المنع ومواقعه أربعة منع حكم الأصل ومنع وجود ما يدعيه علة ومنع كونه علة ومنع وجوده في الفرع وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه الثاني منع وجود ما يدعيه علة في الأصل فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقلية بالاسترواح إلى أدلة العقل وإن كان محسوسا بالاستناد إلى شهادة الحس وإن كان شرعية فبذليل شرعي وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر أو أمر يلازمه الثالث منع كونه علة فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها الرابع منع وجود ما ادعاه علة في الفرع ولا بد من بيان ذلك بطريقه السؤال الخامس التقسيم وحقه أن يقدم على المطالبة إذ فيه منع والمطالبة تسليم المحض والمنع بعد التسليم غير مقبول إذ هو رجوع عما اعترف به والتسليم بعد المنع يقبل لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل لأنه عليه والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل واشترط لصحته شرطان أحدهما أن يكون ما ذكره المستدل منقسما إلى ما يمنع ويسلم فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا يصح لأنه يمهد لنفسه شيئا ثم يوجه الاعتراض فحينئذ يكون مناظرا مع نفسه لا مع خصمه الثاني أن يكون حاصرا لجميع الأقسام فإنه إذا لم يكن حاصرا فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المستدل بالذكر فعند ذلك يندفع وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع أن يقول عند التقسيم إن عنيت به هذا المحتمل فمسلم والمطالبة متوجهة وإن عنيت به ما عداه فممنوع وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على السواء لكن يكفيه بيان الاحتمالات ولا يلزمه بيان المساواة لكونه غير مقدور عليها وأنه إذا بيّن المستدل ظهور اللظ في مجمل إما بحكم الوضع وإما بحكم العرف وإما بقرنة وجدت فاسد التقسيم قال ولو لم يكن اللفظ مشهورا في أحدهما فللمستدل أن يبين ظهوره بأن يقول للمعترض سلمت أن اللفظ غير ظاهر في هذا المحتمل ولابد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن شرطه تساوي الاحتمالات وأنا أسلم ذلك أيضا فيلزم أن يكون ظاهرا في الاحتمال الذي عنيته ضرورة نفي الاشتراك فإنه على خلاف الأصل ويمكن أي يمنع أن تساوي الاحتمالات شرط إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله وإن كان الظاهر خلافه فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام أو بيان ظهور أحد الاحتمالين أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم المسلم فالأحسن اختيار القسم المسلم لأنه يستغني عن الدلالة على المنع وإن اختار القسم الآخر جاز فإن فيه تكثيرا للفقه وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليسلك القسم السادس في السؤال المطالبة وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعا هو العلة وهو المنع الثالث في المعنى وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم وجواب ذلك بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها القسم السابع في السؤال النقض ومعنى إبداء العلة بدون الحكم وقد ذكرنا الخلافة في كونه مفسدا للعلة فيما مضى ورجحنا قول من قال بصحة النقض واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض والأليق وجوب الاحتراز فإنه أقرب إلى الضبط وأجمع لنشر الكلام وهو هين ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة منها منع وجود العلة أو الحكم في صورة النقض وليس للمعتارض أن يدل عليه إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتصدي المعتارض لمنصب الاستدلال وكل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام فإن قال المستدل لا أعرف رواية فيها كفى ذلك في دفع النقض لأن كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه فلا يترك ما قام الدليل على صحته لأمر مشكوك فيه الثالث أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستندا لذلك من فوات شرط أو وجود مانع ليظن استناد تخلف الحكم إليه فيبقى الظن المستفاد من الدليل بحاله ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنا يناسب انتفاء الحكم أو فوات أمر يناسب الاشتراط فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد ولا يعتبر قول من قال لابد أن يبين وجود المانع أو فوات الشرط في صورة النقض ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضي ولا يثبت كونه مقتضيا ما لم يثبت المانع فيفضي إلى الدور لأن نقول كونه مناسبا معتبرا يدل على كونه مقتضيا وإنما ترك لمعارضة تخلف الحكم فإذا ظهر ما يصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليه وبقي الظن الأول بحاله ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه لاعتذار عنه ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله وإن أبداه على أصل نفسه وقال هذا الوصف لم يضطرد على أصلي فكيف يلزمني اتباعه لم يصح فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم نظرا إلى الدليل لازم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع الصور فكان حجة عليه في صورة النقض كما هو حجة في المسألة التي هما فيها فإن ما ذكره في الدليل على كونه عل مغلب للظن إنما يترك لمعارض ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه الرابع في دفع النقض أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين على ما مر ولو قال المعترض ما ذكرته من الدليل على كونه عل موجود في صورة النقض فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة فيكون انتقالا من سؤال إلى سؤال ويكفي المستدلة في ذلك أدنى دليل يليق بأصله أما الكسر وهو إبداء الحكمة بدون الحكم فغير لازم لأن الحكم مما لا ينضبط بالرأي والاجتهاد فيتعين النظر إلى مراد الشارع في ضبط مقدارها وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به نحو قولهم في الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار فاشترط فيه العدد كرمي الجمار وقال قوم يندفع به النقض لأن العلة يشترض لها الطرد فإذا لم يكن الوصف المؤثر مضطردا ضممنا إليه وصفا غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مضطردة ولنا أن الوصف الطردية بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع فلا يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير وهذا صحيح فإنما ليس له أثر إذا كان مفردا لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم مثل أن يقول حراني مكلفان محقونا الدم فوجب أن يثبت بينهم القصاص في العمد كالمسلمين فقيل هذا اعتراف بالنقض لأن علته الأوصاف المذكورة أولا فيجب أن يثبت حكمها حيث وجلت فإذا قال في العمد أعترف بتخلف حكمهما في الخطأ فتكون العلة قاصرة ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفا من العلة مع الأوصاف المتقدمة وقال آخرون هو صحيح لأن الوصف المذكورة آخرا وهو العمد متقدم في المعنى وهذا جائز كتقديم المفعول على الفاعل وإن كان متأخرا في اللافظ فإن للعمد آثرا في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة واختاره أبو الخطاب الوجه الثامن في الاعتراض القلب ومعنى أن يذكر لدليل المستدل حكم ينافي حكم المستدل مع تبقية الأصل والوصف بحالهما وهو قسمان أحدهما أن يبين أنه يدل على مذهبه مثاله أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بأنه لبث محض فلا يكون قربه بمفرده كالوقوف بعرفة فيقول المعترض لبث محض فلا يعتبر في كونه قربه الصوم كالوقوف بعرفة القسم الثاني أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه كما لو قال حنفي في مسح الرأس ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف فيقول خصمه ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف أو يقول في بيع الغائب عقد معاوضة فينعقد مع جهل العوض كالنكاح فيقول خصمه فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة والقلب نوع من المعارضة ولكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج اليها في المعارضة من الاصل وبيان الجامع الوجه الثاني الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع الكلام في القلب وهو نوع من المعارضة يقول القلب نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكور فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج اليها في المعارضة من الاصل وبيان الجامع ويجيب عن هذا السؤال بما يجيب به عن المعارضة الا انه يسقط منه منع وجود الوصف الوجه التاسع في السؤال المعارضة وهو قسمان معارضة في الاصل ومعارضة في الفرع واحسنهما المعارضة في الاصل لانه لا يحتاج الى ذكر غير صلاحية ما يذكره ولا يحتاج الى اصل وفي المعارضة في الفرع يحتاج الى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل وأصل يشهد له ثم ينقلب مستدلة والمستدل معطارضا عليه ومعنى المعارضة في الأصل أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل معنا يقتضي الحكم فقد قال قوم إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل به وإنما صح لصلاحيته لا لعدم غيره إذ العدم ليس من جملة العلة وصلاحيته لا تختلف ولأن معنى العلة أنه إذا وجدت ثابت الحكم عقيبة فعند ذلك لا تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال إذا وجد كل واحد منهما ثابت الحكم فإن بينا المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم عند وجود ما ذكره المستدل فيكون من قبيل المانع في الفرع والصحيح أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول به فإذا استند إلى أصل ثابت الحكم على وفقه فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث بحيث يستفيد ظنا غالبا أنه ليس ثم مناسب آخر وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه دفعا لشغب الخصم إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسبا آخر فعند ذلك يتعرض احتمالات ثلاثة أحدها أن يثبت الحكم رعاية لما ذكره المستدل واحتمال ثبوته رعاية لما ذكره المعترض واحتمال ثبوته رعاية لهما جميعا ولعل هذا الاحتمال أظهر فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدهما بعينه كان إعراضا عن اعتبار الآخر وهو خلاف دأب الشارع فإنه لا يزال يسعى في اعتبار المصالح ويمتنع التعليل بكل واحد من المناسبين استقلالا فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير أي هي كافية فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من التضاعد فإن إذا قلنا لهذا لا غير فقد نفينا ما عداه فإذا قلنا ثبت لهذا الثاني لا غير كان هذا القول على نقيض الأول ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا لا غير فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة ولا علة المجموع لا كل جزء بمفرده وإن فسرت العلة بأنها أماره فمتى عرف ثبوت الحكم بشيء استحل معرفة ثبوته بغيره إذ المعلوم لا يعلم ثانيا وبيانوا أن الاحتمال الثالث أظهر أن لو رأينا إنسانا أعطى فقيرا ذا قرابة له غلب على الظن أنه أعطاه لهما جميعا ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمال بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكره فإنه لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعا وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره ووجود أحد احتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات وللمستدل في الجواب طرق أربعة أحدها أن يبين مثل هذا الحكم ثابتا بدون ما ذكره المعترض فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبا آخر لازم المستدل أيضا حذفه ولا يكفيه أن يقول كل واحد من المناسبين ملغي بالأصل الآخر لجوازي أن يكون الحكم في كل أصل معللا بعلة مختصة به فإن العكس غير لازم في العلال الشرعية الطريق الثاني أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام الأدق ولذلك ألحقنا الأمة بالعبد في السراية الطريق الثالث أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع على ما ذكرناه فيما تقدم الطريق الرابع يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون ضمه إلى ما ذكره المستدل وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض فإذا ظهر ذلك إما بدليل وإما بتسليم المعترض لازم أن يكون هو العلة إذا توفقنا على كون الحكم معللا بأحدهما كالكيل مع الطعم لامتناع اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح فإن تحصير المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها ليس من شأن لوقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع إذا ثبت هذا فإن كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيه لأن المناسبة أقوى على ما يخفى القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفرع نقول فيما سبق في الطريق الرابع إذا ثبت هذا فإن كان ما ذكره المستدل مناسبا فلا يكفي المعترض أن يذكر وصفا شبيه لأن المناسبة أقوى على ما لا يخفى القسم الثاني في المعارضة المعارضة في الفرع وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم وهو ضربان أحدهما أن يعارضه بدليل آكد منه من نص أو إجماع وقد ذكرناه في فساد الاعتبار الثاني أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع وقد يذكر فيما عارض كونه مانعا للحكم في الفرع وقد يذكر فيما عارض كونه مانعا للسببية فإن ذكره مانعا للحكم احتاج في إثبات كونه مانعا إلى مثل طريق مستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كاللة المستدل إن كان طريق المستدل للنص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف مخيل وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي وإن ادعى كونه مانعا للسببية فقد قيل لا يحتاج إلى أصل فإن الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بعد لم يضر المستدل لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظن باحتمال الحكمة وإن بعد فيحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال الحكمة معه وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضا على دليل المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها وقد قال قوم لا تقبل المعارضة لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله والصحيح أنها تقبل إذ فيه هدم ما بناه فإن دليل المستدل إذا صار معارضا لم تبق دلالته إذ المعارض له حكم العدم في إثبات الحكم الوجه العاشر في السؤال عدم التأثير ومعناه أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل إما لأن الحكم يثبت بدونه وإما لكونه وصفا طردية مثال الأول ما لو قال في بيع الغائب مبيع لم يره فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فذكر عدم الرؤية ضائع فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه فإنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيا فيعلم أن العلة فيه غير ما يذكره المستدل ومثال الثاني قولهم في الصبح صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب فإن هذا وصف ترضي على ما لا يخفى وإن ذكر الوصف لدفع النقد لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع أو إلى اجتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف فيكون مفيدا لغرض في بعض الصور ويكون مقبولا إذا لم تكن الفتية عامة وإن عمم الفتية فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور لأنه لا يفي بالدليل على ما أفتى به والله أعلم الوجه الحادي عشر في السؤال التركيب وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم كما لو قيل في المرأة البالغة إنها أنثى لا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها فقيل هذا قياس فاسد لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ وهي مسألة أخرى وليس ذلك بأولى من عكسه وقيل يصح التمسك به لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع الوجه الثاني عشر في السؤال القول بالموجب وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موجبا لدليله مع بقاء الخلاف وإذا توجه انقطع المستدل وهو آخر الأسئلة إذ بعد التسليم والحكم لا تجوز له المنازعة في واحد منهما بل إما أن يصح فينقطع المستدل وإما أن يفسد فينقطع المعترض ومورد ذلك موضعان أحدهما أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذا للخصم كما لو قال في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه فيقول المعترض أنا قائل بموجب الدليل والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتل ولا يلزم القصاص فإنه لا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم وهذا النوع يتفق كثيرا وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر عليه أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل كما في مسألة المديون لو ذكر في الدليل حكم أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة أو في مسألة وطء الثيب أن الوطء لا يمنع الرد ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به فإن اجتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه أو يقول عن هذا الحكم سئلت وبه أفتيت وعن دليله سئلت فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب فقيل يلزمه ذلك كي لا يأتي به نكرا وعناد ومنهم من قال لا يلزمه ذلك فإنه إذا سلم ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد وفى بما هو حقيقة القول بالموجب وبقي الخلاف بحاله فيتبين أن ما ذكره ليس بدليل المورد الثاني أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف مثاله لو قال في وجوب زكاة الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل فيقول المعترض أنا قائل بموجبه وعندي أنه تجب فيه زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين وتريق المستدل في الدفع أن يقول النزاع في زكاة العين وقد عرفنا الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتية ولو أورد القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه فيكون منقطعا مثاله ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالمرق فيقول المعترض أقول به فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث فلا يصح ذلك فإنه يعلم من حال المستدل أنه يعني بقوله مائع الخل الطاهر إذ هو محل النزاع واللظ يتناوله والله سبحانه أعلم وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه كقول نفات القياس هذا استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات أو في المضان ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة ولا خنافة في أنه أحسن وأولى والله سبحانه وتعالى أعلم فصل في حكم المجتهد اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد يقال اجتهد في حمل الراحة ولا يقال اجتهد في حمل خردلة وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها وهي الأصول التي فصلناها الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس التابع لها وما يعتبر في الحكم في الجملة وتقديم ما يجب تقديمه منها فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهدا بل متى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي قدر خمسمائة آية ولا يشترط حفظها بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج إليها وقت حاجته والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة ولابد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير ضعيف إما بمعرفة رواته وعدالتهم وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي ارتضى الأئمة رواتها وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه ويكفيه أن يعرف أن المسألة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه أو من المختلف فيه أم هي حادثة ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجماله وحقيقاته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة ويستولي به على معاقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها لأنها مما ولدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد فكيف يكون شرطا لما تقدم وجوده عليها وليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها فما النظر في مسألة المشركة يكفي أن يكون فقيها النفس عارفا بالفرائض أصولها ومعانيها وإن جهل الأخبار الولدة في تحريم المسكر والنكاح بلا ولي إذ لا استمداد للنظر هذه المسألة منها فلا تضر الغفلة عنها ولا يضره أيضا قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله امساحوا برؤوسكم وقس عليه كل مسألة ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والآئمة ممن بعدهم قد كانوا يتوقفون في مسائل؟ وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ستة وثلاثين لا أدري ولم يكن توقفه في تلك المسائل مخرجا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم مسألة ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب فأما الحاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط وأنكر خوم للتعبد بالقياس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن؟ وقال آخرون يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر ولنا قصة معاذ حين قال أجتهد رأيه فصوبه وقال لعمر بن العاص أحكم في بعض القضايا فقال أجتهد وأنت حاضر فقال نعم إن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة اجتهداء فإن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنا وفوض الحكم في بني قريضة إلى سعد بن معاذ فحكم وصوابه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسده ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفا فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبدهم بالاجتهاد لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصوا كما ردهم في قائدة الربى إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيس على كل مكيل وموزون أو مطعم وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال إنكم لا تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع وكان يمكن نزول الوحي بالحق الصريح في كل واقع وإن كان النص لا يجعل النص موجود والله سبحانه وتعالى أعلم فصل ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه وأنكر ذلك قوم لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ولأن قوله نص قاطع والظن يتطرق إليه احتمال الخطأ فهما متضاد ولنا أنه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة ولأن الاجتهاد طريق لأمته وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم من الأحكام وقولهم هو قادر على الاستكشاف قلنا فإذا استكشف فقيل له حكمنا عليك أن تجتهد فهل له أن ينازع الله تعالى فيه وقولهم إن قوله نص قلنا إذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقن الظن والحكم جميعا ولا يحتمل الخطأ ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقى الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح وعباده نقول ومنع هذا القدرية وقالوا إن وافق الصلاح في البعض فيمتنع أن يوافق الجميع وهو باطل لأنه لا يبعد أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح وعباده وأما وقوع ذلك فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا وأنكره أكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى ولأنه لو كان مأمورا به لا أجائب عن كل واقعة ولا منتظر الوحي ولا نقل ذلك واستفاض ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي ولنا قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وهو عام لأنه ولأنه عتب في أسرى بدر ولو حكم بالنص لما عتب ولما قال في مكة لا يختل خلاها قال العباس إلا الإذخر فقال إلا الإذخر ولما سئل عن الحج ألعامنا هو أم للأبد فقال للأبد ولو قلت لعامنا لوجب ولما نزل ببدر للحرب قال له الحباب إن كان بوحي فسمعا وطاعة وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال بل باجتهاد ورحل ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل في المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال له مثل ما قالت الحباب قال بل هو رأي رأيته لكم فقال ليس ذاك برأي فرجع إلى قولهما ونقض رأيه ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى ففهمناها سليمان ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزا لما مدحهم الله تعالى بقوله وكلا آتينا حكما وعلما وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقضح له اجتهاد أو حكم لا يدخله الاجتهاد وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس وأما التهمة بتغيير الرأي فلا تعويل عليه فقد اتهم بسبب النسخ ولم يبطله وعورض بأنه لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين فصل الحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين أو أصوله لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو إجماع فهو معذور غير آثم وله أجر على اجتهاده وبه قال بعض الحنفية والشافية وقال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي وزعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي وفرض الكلام في طرفين أحدهما مسألة فيها نص فينظر فإن كان مقدورا عليه فقصر المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره وإن لم يكن مقدورا عليه لبعد المسافة وتأخير المبلغ فليس بحكم في حقه بدليل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطئا ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم لم يكونوا مخطئين ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم لم يكونوا مخطئين وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولا ولا يخلو إما أن تكون الإصابة ممكنة أو محالة ولا تكليف بالمحال ومن أمر بممكن فتركه أثم وعصى إذ يستحيل أن يكون مأمورا ولم يعصي ولم يأثم بالمخالفة لمناقضة ذلك للإيجاب وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف ثم قال الظنيات لا دليل فيها فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمر مع إحاطته به بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة بل قد يقوم في حق شخص واحد بل ربما يفيد الظن الشخصي واحد في حالة دون حالة بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان متعارضان ولا يتصور في القطعية تعارض ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في العطاء وعمر إلى التفضيل وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليلة وأطلعه عليه فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما فمن خلق خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صار إليه في الاختلاف ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف الظنون فمن معرس الكلام ناسب طبعه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه ولا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام ومن رق طبعه مال إلى الرفق والمساهلة بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختالف وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع بل فيها حق متعين عليه دليل قاطع لأن العقل القاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحد وربما أنكروا الحكم بالعموم والظاهر وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم وقال عبيد الله بن الحسن العنبري كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعا وهذه كلها أقاويل باطلة أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقين وكفر بالله تعالى ورد عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم فإنا نعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على إصرارهم وقاتل جميعهم وقتل البالغ منهم ونعلم أن المعاند العارفة مما يقل وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين أبائهم تقليدا ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرا كقوله تعالى ذلك ظنوا الذين كفروا فويلوا للذين كفروا من النار وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإنهم إلا يظنون ويحسبون أنهم على شيء ويحسبون أنهم مهتدون والذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا ينحصر في الكتاب والسنة وقول العنبري كل مجتهد مصيب إن أراد أنهم لم يؤمروا إلا بما هم عليه فهو كقول الجاحظ وإن أراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحال إذ كيف يكون قدم العالم وحدثه حقا وتصديق الرسول وتكذيبه ووجود الشيء ونفيه وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد بل اعتقاد يتبعها فهذا شر من مذهب الجاحظ بل شر من مذهب السوفيستائية فإنهم نفوا حقائق الأشياء وهذا أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات وقد قيل إنما أراد اختلاف المسلمين وهو باطل كيفما كان إذ كيف يكون القرآن قديما مخلوقا والرؤية محالا ممكنة وهذا محال والدليل على أن الحق في جهة واحدة الكتاب والسنة والإجماع والمعنى أما الكتاب فقول الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فلو استوي في إصابة الحكم لم يكن لتخصيص سليمان بالفهم معنى وهو يدل على فساد مذهب من قال الإثم غير محطوط عن المخطئ فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله وكلا آتينا حكما وعلما فإن قيل فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الإختلاف في جواز ذلك ثم لو كان مخطئا كيف يمدح المخطئ وهو يستحق الذنب ثم يحتمل أنهما كان مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما قلنا يجوز وقوع الخطأ منهم لكن لا يقرون عليه وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وإذا تصور وقوع الصغائر منهم فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه صاحبه مثاب مأجور ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه الصلاة والسلام على الحكم في أسار بدر ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار فبين أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه وقولهم من أين لكم أنه حكم بالاجتهاد قلنا الآية دليل عليه فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم دونه وقولهم إن النص نزل بموافقة سليمان قلنا لو كان ما حكم به داود عليه السلام صوابا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم ولا يوجب اختصاص سليمان بالإصابة كما لو تغير بالنسخ وأما السنة فما تقدم من الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال قضيت له بشيء من حق أخيه ولا قال إنما أقطع له قطعة من النار ولأن الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين أو المتخاصمين أو تساويهما ورؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أوصاهم فقال إذا حاصرتم حصنة أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم وروا بن عمر رضي الله عنهما وعمر بن العاص وأبو هريرة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر هذا لفظ رواية عمر أخرجه المسلم وهو حديث تلقته الأمة بالقبول وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب فإن قيل المراد به أنه أخطأ مطلوبه دون ما كلفه كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه وهو اتباع موجب ظنه وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها وهذا يتحقق في كل مسألة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق المناط كأروش الجنايات وقدر كفاية القريب فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإن لم يكلف المجتهد طلبها قلنا فإذا سلم هذا ارتفع النزاع فإننا لا نقول إن المجتهد يكلف إصابة الحكم وإنما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد طلبه فإن اجتهد فأصابه فله أجران وإن أخطأه فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ وإثم الخطأ محطوط عنه كما في مسألة القبلة بل القبلة فإن المصيب لجهة الكعبة عند الاختلاف المجتهدين فيها واحد ومن عداه مخطئ يقين يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرين لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه إليها لعجزه عنها وهكذا كون حق زيت عند عمر إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب أحدهما والآخر مخطئ إذ لا يمكن كون ذمة عمر مشغولة بريئة وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل أيضا فإن القياس معنى النص ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم فهو كالنص وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئا وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمن عمر وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت أو فأجهضت ذا بطنها فأجهضت ذا بطنها وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقال لا شيء عليك إنما أنت مؤدب وقال علي إن يكون قد اجتهدا فقد أخطأ وإن يكون مجتهدا فقد غشاك عليك الديا فرجع عمر إلى رأيه وقال علي في إحراق الخوارج لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر أرفع من ذيلي ما كنت أجر هذا الشطر في الهامش فقط هذا الشطر فقط في الهامش أرفع من ذيلي ما كنت أجر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر وقال ابن عباس ألا يتق الله زيد يجعل ابن لابن ابن ولا يجعل أبا الأبي أبا وقال من شاء باهلته في العول وقالت عائشة أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ فإن قيل لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر أو لكونه من غير أهل الاجتهاد أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة قلنا أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح كيف يستحل مسلم أن يقول إن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سمينا معهم من البحر ابن عباس والأمين عبد الرحمن بن عوف وأفقه الصحابة وأفراضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجاته ولا يكاد يتجاسر على هذا القول إلا ممن ليس له في الإسلام نصيب ونسبته لهم أعيد قراءة العبارة الماضية ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الإسلام نصيب ونسبته لهم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد إساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه فإن علي رضي الله عنه قال إن يكون قد اجتهد فقد أخطأ وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو لكن هو إجماع منهم فلا تحل مخالفته وأما المعنى فوجوه أحدها أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين وهو أن يكون يسير النبيذ حراما حلالا والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوما وذمة المحيل إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة إذ ليس في المسألة حكم معين وقول كل واحد من المجتهدين حق وصاب مع تنافيهما قال بعض أهل العلم هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا انتهى الشريط الثامن من كتاب روضة الناظر وله بقية على الشريط التاسع والأخير الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط التاسع والأخير من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه وهو مسجل على شريط من فئة تسعين دقيقة نتابع القراءة في الاجتهاد واختلاف المجتهدين والمجتهدين يقول وبالآخرة يخير المجتهدان بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها قالوا لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين والحكم ليس وصفا للعين فلا يناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمر كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره وهذا ظاهر بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال كالصلاة واجبة في حق المحدث إذا ظن أنه متطهر حرام إذا علم بحدثه وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلامة حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب والجواب أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد فإن المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد والآخر يقضي بإباحته في حق الكل فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراما عليه ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي إلى المحال في بعض الصور فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلا فيتخير بين الشيء ونقيضه ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول فكيف تكون مباحة للزوجين المسلك الثاني لو كان كل مجتهد مصيبة جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه ثم يجب أن يطوى بساط المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهم مصيبا لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه المسلك الثالث أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف والاجتهاد طلب يستدعي مطلوب لا محالة فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب فمن يعلم يقينا أن زيدا ليس بجاهل ولا عالم أهل يتصور أن يطلب الظن بعلمه ومن يعتقد أن النبي ذا ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما فإن قالوا إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل إنما يطلب غلبة الظن فيكون حكمه ما غلب على ظنه كمن يريد ركوب البحر فقيل له إن غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده ولو شهد عند قاض شاهدا فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه إن غلب عليه الصدق وجب قبوله وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله قلنا قولهم إنما يطلب غلبة الظن فالظن أيضا لا يكون إلا لشيء مظنون ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده فإن الظن لا يتصور إلا لموجود والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى الدور وراكب البحر لا يطلب الحكم إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلام وهذا أمر يمكن تعرفه والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب وهذا غير الحكم الذي يلزمه أو يلزمه بخلاف ما نحن فيه فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لوجود له فكيف يتصور طلبه له ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب لاجتهاد فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكتات فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤخذ على فعل من الأفعال فإن الحكم إنما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له فلا حكم عليه إذن ولا خطاب في حقه وهذا فاحش وقولهم إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع بل الحكم بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلغ النص لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل لكون لم يبلغه النص ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكون مخطئ إلا بترك الاجتهاد لا غير أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب يكون نسخ وإن لم يعلم به المنسوخ عنه وإنما عند أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها بالعذر جواب ثاني أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن لها دليل يطلب وإنما الخطأ فيما نصب الله تعالى عليه دليل وواجب على المكلف طلبه ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها والشرع قد نصب عليها إما دليلا قاطع أو ظنيا قولهم إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل اختلاف الإضافات قلنا هذا باطل فإن قد بينا في كل مسألة دليلا وذكرنا وجه دلالته ولو لو لم لم يكن فيها أدلة لستوى المجتهد والعامي ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهد في عدم الدليل وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في صحيحها وسقيمها ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته فإن كثيرا من العقليات يختلف فيها بين الناس مع اعتقادهم أنها قطعة ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له فتثبته على المجتهد وتختلف فيه الآراء ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها أدلة ولأن الظن إذا لم يكن دليلا فبما عرفتم أنه ليس بدليل ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل وقولهم إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفا بممكن أو بغير ممكن قلنا لا يكلف إلا ما يمكن ولا نقول إنه يكلف الإصابة في محل التعذر بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر إصابته وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده والخطأ محطوط عنه والله تعالى أعلم فصل إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما واجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخيير فيهما وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافية وقال بعضهم وبعض الحنفية يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما شاء لأنه لا يخلق إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما أو يتحكم بتعيين أحدهما أو يتخير فيهما لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاط لأنه متناقض ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير ولا سبيل إلى التحكم لم يبقى إلا التخيير والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه مجتهدان وفي خصال الكفارة والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها والتخيير في زكاة مئتين من الإبل بين الحقائق وبنات اللبون وأمثال ذلك فإن قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب قلنا إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقة أما جوازه بشرط فلا بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له وإذا سمع قوله وأن تجمع بين الأختين حرم عليه الجمع وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله أو ما ملكت أيمانكم كما قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين وإطراح لكل الدليلين وكلهما باطل أما بيان إطراح الدليلين فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخيير المطلق وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معا فيكون إطراحا لهم وتركا لموجبهما وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرم يأسم بفعله وبين كونه مباحا لا إثم على فاعله كان جمعا بينهما وذلك محال ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو تحكم وقد سلموا بطلانه قولهم إنما جاز بشرط القصد قلنا فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه إن قلتم حكمه الوجوب والإباحة معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين وإن قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد وأطرحتم دليله وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط وإن قلتم لا حكم له قبل القصد وإنما يصير له بالقصد حكم فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل فإن الدليلين وجد فلم يثبت لهما حكم وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل وهذا باطل قولهم إن التوقف لا سبيل إليه قلنا نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة والعامي إذا لم يجد مفتي فماذا يصنع وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة ثم لا نسلم تصور خلوب المسألة عن دليل فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل فلو لم يجعل له دليل كان تكليفا بما لا يطاق فعند ذلك إذا تعارض دليلا وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان أما العامي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما وهو ظاهر قول الخرقي لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه وقيل يخير بينهما والفرق بينهما أن العامي ليس ممن عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد ولا ينكر التخيير في الشرع لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال وهو في نفسه محال والله أعلم فصل وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء وقال ذلك الشافعي في مواضع منها قال في المسترسل من اللحية قولان أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب فقيل عنه لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما أو ينظر هو فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد ولا يصح شيء من ذلك فإن القولين لا يخلو إما أن يكون صحيحين أو فاسدين أو أحدهما صحيح والآخر فاسد فإن كان فاسدين فالقول بهما حرام وإن كان صحيحين وهما ضدان فكيف يجتامع ضدان وإن كان أحدهما فاسد لم يخلو إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه فإن علمه فكيف يقول قولا فاسد أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا فكيف يكون له فيها قولان قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه ثم لو صح فحكمه التخير وهو قول واحد وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر أو يقول الحق في أحد هذين القولين أما إطلاقه فلا وجه له وهذا هو الجواب عن الآخر أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره ثم لا نعلم المتقدمة منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره وعلى أن العامي له تقليد المجتهد فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المثائل ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحوي في مسألة نحوية وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية فالأشبه أنه كالعامي فيما لم يحصل علمه فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي تلحقه إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث في المسألة ونظر في الأدلة استقل بها ولم يفتقر إلى تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟ قال أصحابنا ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا سعته لا فيما يخصه ولا فيما يفتي به لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد والشافعي ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكما شرعيا لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا بنص أو قياس ولا نص ولا قياس إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد وليس ما اختلفنا فيه مثله وليس ما اختلفنا فيه مثله فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه والمجتهد قادر فلا يكون في معناه فإن قيل هو لا يقدر على غير الظن وظن غيره كظنه قلنا مع هذا إذا حصل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيره فكان ظنه أصلا وظن غيره بدلا فلا يجوز إثباته إلا بدليل ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجز مع القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات فإن قيل لا نسلم عدم النص في المسألة بل فيها نصوص كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا لا يعلم هذه المسألة وقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قلنا المراد بالأولى أمر العامة بسؤال العلماء إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسؤول فالعالم مسؤول غير سائل ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكنا من معرفتها من غير تعلم من غيره الثاني يحتمل أن يكون معناه اسألوا لتعلموا أي سألوا عن الدليل ليحصل العلم كما يقال كل لتشبع واشرب لتروى والمراد بأولي الأمر الأولاه لوجوب طاعتهم إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد وإن كان المراد به العلماء فالطاعة على العوام ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكره يمكن التمسك بها في المسألة كقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم وقوله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهذا أمر بالتدبر والاستنباط والخطاب مع العلماء ثم لا فرق بين المماثل والأعلم فإن الواجب أن ينظر فإن وافقد اجتهاده الأعلم فذاك وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفا عنده وظنه عنده أقوى من ظن غيره وله الأخذ بظن نفسه اتفاقا ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان أعلم فينبغي أن لا يجوز تقليده فإن قيل فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائهما نظر في الأحكام مع ظهور الخلاف فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم قلنا كانوا لا يفتون اكتفاءا بغيرهم وأما علمهم لنفوسهم لم يكن إلا بما عرفوه فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد والله أعلم فصل إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه لعلة بيّنها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة لأنه يعتقد الحكم تابعا للعلة ما لم يمنع منها مانع فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى وإن أشبهتها شبه يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس ولذلك افترق في منصوص الشارع فيما نص على علته كان كالنص ينسخ وينسخ به وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألة رواية لأن إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهبا له في المسكوت عنه فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهبا له فيما نص على خلافه ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه أو دلالة تجري مجرى نصه ولم يوجد أحدهما وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى لكنه قد نص فيها على خلاف تلك الدلالة والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين ولم يعلم تقدم أحدهما اجتهدنا في أشبههما بأصوله وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبا وكنا شاكين في الأخرى وإن علمنا الأخيرة فهي المذهب لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا فيكون نصه الأخير رجوعا عن رأيه الأول فلا يبقى مذهبا له كما لو صرح بالرجوع وقال بعض أصحابنا يكون الأول مذهبا له لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ولا يصح فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده الثاني فهو باطل يقين فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده ترك الجهة التي كان مستقبلا لها وتوجه إلى غيرها والمفتي إذا أفتى في مسألة بحكم ثم تغير اجتهاده لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول وكذلك الحاكم وإن أراد وأن الحكم الذي حاكم به على شخص لا ينقضه أو ما أداه من الصلوات لا يعيده فليس هذا نظيرا لمسألتنا إنما الخلاف فيما إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبا له أم لا وقد بينا أنه لا يبقى ثم يبطل ما ذكروه بما صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجعل مذهبا له مع قوله رجعت عنه واعتقدت بطلانه فلابد من نقضي الاجتهاد بالاجتهاد وعند ذلك ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثة وهو يرى أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لازمه تسريحها ولم يجز له امساكها على خلاف اعتقاده فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين لمصلحة الحكم فإنه فإنه لو نقضا الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل واضطربت الأحكام ولم يثق بها أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاد المجتهد فهل يجب على المقلد تسريح زوجته الظاهر أنه لا يجب لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم الحاكم فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم فصل في التقليد التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به ويسمى ذلك قلادة والجمع قلائد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا الهادية ولا القلائد ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل لا تقلدوها الأوتار قال الشاعر قلدوها تمائما خوفواش وحاسدي أو قلدوها تمائما خوفواش وحاسدي ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة كأنه رابط الأمر بعنقه كما قال لقيط الإيادي وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعة وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة أخذا من هذا المعنى فلا يسمى الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليد لأن ذلك هو الحجة في نفسه قال أبو الخطاب العلوم على ضربين منها ما لا يسوغ التقليد فيه وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك لأن المقلد في ذلك إما أن يجوز الخطأ على من يقلده أو يحيله فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه وإن أحاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها وإن قلده في أن قوله حق فبما عرف صدقه وإن قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الآخر وإن عول على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين وما الفرق بين قول مقلد إنه صادق وبين قول مخالفه وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب وإما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضا وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتوتر من علمائهم وعوامهم ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصناع فيؤدي إلى خراب الدنيا ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك أبدا فتضيع الأحكام فلم يبقى إلا سؤال العلماء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة النحل الآية الثالثة والأربعون قال أبو الخطاب ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا لأن العامة شارك العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد فصل ولا يستفت العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر أو يخبره عدل عنه فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا ومن جهل حاله فقد قيل يجوز تقليده لأن العادة أن من دخل بلده يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه وإن منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته ولا يصدق كل مجهول يدعي أنه رسول الله ويجب على الحاكم معرفة الشاهد وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته وفي الجملة كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل أما العادة من العامة فليس الدليل وإن سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتية ولا يمكن أن يقال ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عوامة إلا الأفراد ولا يمكن أن يقال العلماء فسقه إلا الآحاد فافترقا فصل وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة إذ سأل العام الفاضل والمفضول في أحوال العلماء وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل وقد أومأ الخرقي إليه فقال إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلف وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه وفيه وجه آخر أنه يتخير لما ذكرناه من الإجماع ولأن العامية لا يعلم الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه والعامي أهل لذلك والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك فأما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض وقد رجح قوم القول الأول لأن الحق ثقيل ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وهما قولان متعارضان فيسقطان وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول فإن الحسين بن يسار سأله عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث فقال تعرف حلقة المدنيين وهي حلقة بالرصافة فقال له إن أفتوني به حل قال نعم وهذا يدل على التخير بعد الفتية والله أعلم باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول لكون الإجماع دليلا قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويل ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد منهما دليل قاطع ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثم ينظر في أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها الوجه الثاني يبدأ حالا نتابع القراءة تحت عنوان باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح نقول يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول لكون الإجماع دليلا قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويل ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد منهما دليل قاطع ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم ثم ينظر في آحاد الأخبار أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها نقول ثم ينظر في أخبار الآحاد فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح وأعلم أن التعارض هو التناقض ولا يجوز ذلك في خبرين لأن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا فإن وجد ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين أو يكون أحدهما منسوخا فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا بالأقوى في أنفسنا ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه الأول يتعلق بالسند وذلك أمور خمسة أحدها كثرة الرياه فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهو فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا ولهذا ينتهى إلى التواتر بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه وبهذا قال الشافعي وقال بعض الحنفية لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى قلنا الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد ابن مسلمة وقوى عمر خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد ابن مسلمة وقوى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد وقوى ابن عمر خبر أبي هريرة في من شهد جنازة بموافقة عائشة إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم الثالث أن هذا عادة الناس في حراثتهم وتجارتهم وسلوك الطريق فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد ولهذا لو شهد بلفظ الأخبار دون الشهادة لم يقبل ولا تقبل شهادة مئة امرأة على باقة بقل الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط فالثقة بروايته أكثر الثالث أن يكون أورع وأتقى فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما يشك فيه الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة فقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن عباس التي ذكرناها فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صوم من أصبح جنوب وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من روا خلف ذلك الوجه الثاني الترجيح لأمر يعود إلى المتن كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل مثل الموجب للعبادة أولى من النافي لها لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر عنه فكان كالناس خله وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه قال القاضي وإذا تعارض الحاظر والمبيه قدم الحاظر لأنه الأحوط وقيل لا يرجح بذلك ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب والإسقاط وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور منها أن يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو يعضده القياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الثاني أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصل فالمتصل أولى لأنه متفق عليه وذلك مختلف فيه فصل في ترجيح المعاني قال أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل كما قلنا في الخبر فأما إن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة نقول فأما إن كانت إحداهما حاضرة أي تحضر والأخرى مبيحة أو كانت إحداهما مسقطة للحد أو موجبة للعطق ففي الترجيح بذلك اختلاف فرجح به قوم احتياطا للحضر ونفي الحد ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذاها هنا ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل وهي ترجيحات ضعيفة فإن كانت إحدى العلتين حكمة والأخرى وصفا حسية ككونه قوتة أو مسكرة فاختار القاضي ترجيح الحسية ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم فلا يلازمها حكمها والحكم أشد مطابقة للحكم ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية والعقلية قطعية فهو أولى مما يجب الظن ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت وقيل هذا كله ترجيح ضعيف وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة العقلية ولأنها أجرى على الأصول وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها ورجح العلة المنتزعة من الأصول على من تزع من أصل واحد لأن الأصول شواهد بالصحة فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن ورجح العلة المضطردة المنعكسة على ما لا ينعكس لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تبنى عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص نقول ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تنبي عن قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى فإنها متفق عليها وهذه مختلف فيها ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم فالمتفق عليه أقوى ورجح ما كانت إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسهم على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين في حديث الخفعمية ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كانت المتفق على أصلها أولى فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة وكذلك ترجح كل علة قوة أصلها مثل أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحد أو أحدهما ثابتا برواية كثيرة والآخر برواية واحدة أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمع على أنه بدليل ولم يكن معينا أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه فالمغير أولى لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريب والمناسبة على الشبهية لأنه أقوى في تغليب الظن والله سبحانه أعلم تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه وصلى الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونتناول فهرست موضوعات الجزء الثالث المجلد الثالث هذا فقد تكلم أولا عن باب القياس في تعريفه لغة وشرعا ثم بيان خطأ من عرف القياس بأنه الاجتهاد ثم ذكر فصلا في العلة والاجتهاد فيها ثم في سبب تسميتها بذلك الاجتهاد في العلة تحقيق المناط تنقيح المناط تخريج المناط فصل في إثبات القياس على منكريه حجية القياس المذاهب في ذلك المذهب الأول جواز التعبد به عقلا وشرعا أي أنه حجة المذهب الثاني لا يجوز التعبد به عقلا وشرعا أدلة جواز القياس عقلا وشرعا أدلة وجوب التعبد به شرعا إجماع الصحابة أمثلة على ذلك الاعتراض على إجماع الصحابة الجواب عن ذلك الاعتراض جواب ثاني عن ذلك الاعتراض اعتراض آخر على إجماع الصحابة الجواب عن ذلك الاعتراض الأدلة النقلية على إثبات القياس أدلة منكر القياس النقلية شبههم المعنوية الجواب عما استدل به منكر القياس فصل بيان خطأ قولي النظام العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس ثم فصل عن الوجوه التي يتطرق عن طريقها الخطأ إلى القياس فصل إلحاق المسكوت بالمنطوق وهو قسما المقطوع ضربان الضرب الأول كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق الضرب الثاني كون المسكوت مثل المنطوق ثم تناول أدلة الشرع التي تثبت بها العلة أي ما سالك العلة القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية وهي تتنوع إلى الأول الصريح الثاني التنبيه والإيماء إلى العلة وهو أقسام أحدها ذكر الحكم عقب وصف الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء الثالث إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال سائل الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوة الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلّل به صار الكلام غير منتظم السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب القسم الثاني ثبوت العلة بالإجمع القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط وهو أنواع ثلاثة أحدها إثبات العلة بالمناسبة معنى المناسبة وأنواع المناسب المؤثر الملائم الغريب النوع الثاني من إثبات العلة بالاستنباط السبر النوع الثالث من إثبات العلة بالاستنباط الدوران ثم فصل إطراض العلة لا يدل على صحة العلة ثم فصل إذا اجتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية فهل المناسبة تنتفي وتتخرم؟ نقول ذكر فصلا في اضطراض العلة وفي أن اضطراض العلة لا يدل على صحتها ثم ذكر إذا ما اجتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية فهل المناسبة تنتفي وتتخرم؟ ثم فصل في قياس الشبه تفسيره مثاله الفرق بينه وبين قياس العلة وقياس الطرد اختلاف العلماء في كونه حجة المذهب الأول أنه صحيح وحجة المذهب الثاني أنه ليس بصحيح وجه كونه حجة ثم ذكر كلاما في قياس الدلالة في تعريفه ومثاله وأتبعه بباب في أركان القياس في الأصل والفرع والعلة والحكم الركن الأول الأصل شروطه الشرط الأول ثبوته بنص أولى أو إجماع هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس؟ المذهب الأول المذهب الثاني حكم القياس على المختلف فيه الشرط الثاني كون الحكم معقول المعنى والركن الثاني الحكم شروطه الشرط الأول أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل الشرط الثاني الشرط الثاني أن يكون الحكم شرعية الركن الثالث الفرع شروطه الركن الرابع العلة ثم فصل في العلة القاصرة هل يصح التعليل بها؟ المذهب في ذلك المذهب الأول لا يصح التعليل بها أدلة المذهب المذهب الثاني يصح التعليل بها أدلة هذا المذهب تعريفه هل هو شرط لصحة العلة؟ المذهب في ذلك المذهب الأول أنه شرط المذهب الثاني أنه ليس بشرط أدلة المذهب الثاني ثم ذكر المذهب الثالث في الفرق بين المنصوص عليها والمستنبطة دليل هذا المذهب الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني طريق الخروج عن عهدة النقد ثم فصل أضرب تخلف الحكم عن العلة الضرب الأول ما يعلم أنه مستثنى عن قائدة القياس الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة الضرب الثالث تخلف الحكم لعدم مصادفة العلة محلها فصل المستثنى من قاعدة القياس أقسامه يصح أن يقاس على ما عقل معناه ووجدت فيه العلة أمثلة لما لا يعقل معناه فصل العلة يجوز أن تكون نفي صفة أو اسم أو حكم ثم فصل تعليل الحكم بعلتين ثم تكلم عن جواز إجراء القياس في الأسباب المذهب في ذلك المذهب الأول يجوز المذهب الثاني لا يجوز دليل أصحاب المذهب الثاني ثم دليل أصحاب المذهب الأول الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني ثم فصل هل القياس يجري في الكفارات والحدود المذهب في ذلك المذهب الأول يجري القياس في ذلك المذهب الثاني لا يجري القياس في ذلك أدلة أصحاب المذهب الثاني ثم ذكر أدلة أصحاب المذهب الأول الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني ثم ذكر فصلا في الأسئلة المتوجهة إلى القياس قوادح العلة السؤال الأول الاستفسار السؤال الثاني فساد الاعتبار السؤال الثالث فساد الوضع السؤال الرابع المنع السؤال الخامس التقسيم السؤال السادس المطالبة السؤال السادع النقض السؤال الثامن القلب السؤال التاسع المعارضة السؤال العاشر عدم التأثير السؤال الحادي عشر التركيب السؤال الثاني عشر القول بالموجب ثم فصل في حكم المجتهد فعرف الاجتهاد لغة ثم عرفه في عرف الفقهاء وما يشترط للمجتهد هل تشترط العدالة في المجتهد الواجب عليه في معرفة الكتاب المشترط المشترط في معرفة السنة معرفته للإجماع معرفته لشيء من النحو واللغة ثم هل يشترط في المجتهد بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل ثم مسألة في حكم الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الأول يجوز للغائب وأما الحاضر فلا يجوز إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الثاني يجوز مطلقة المذهب الثالث لا يجوز مطلقة المذهب الرابع يجوز للغائب دون الحاضر ثم ذكر أدلة المجوزين للاجتهاد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها فصل حكم اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على مذهب المذهب الأول يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه المذهب الثاني لا يجوز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه فذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني ثم عرج بأدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ثم أجاب أصحاب المذهب الأول عما استدل به أصحاب المذهب الثاني حكم أقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم المذهب الأول أنه وقع الاجتهاد المذهب الثاني أنه لم يقع ذلك ثم ذكر أدلة أصحاب المذهب الثاني وعرج بأدلة أصحاب المذهب الأول ثم الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني ثم فصل في هل الحق في قول واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب وذكر المذهب في ذلك المذهب الأول الحق في قول واحد من المجتهدين المذهب الثاني كل مجتهد مصيب ثم فصل الكلام عن المذهب الثاني وأدلته وتحدث عن موقف أهل الظاهر وبعض المتكلمين من الإثم في ذلك ثم ذكر موقف الجاحظ من ذلك وموقف العنبري من ذلك ثم بيّن بطلان موقف الجاحظ والعنبري ثم ذكر أدلة المذهب الأول وهو أن الحق في قول واحد الأدلة من الكتاب الأدلة من السنة الأدلة من الإجماع ثم الأدلة من المعنى والجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني وهم القائلون كل مجتهد مصيب ثم فصل في تعارض الدليلين عند المجتهد وعدم تردح أحدهما ماذا يعمل مذهبه الأول أنه يتوقف والمذهب الثاني أن المجتهد يخير في الأخذ بأيهما أدلة أصحاب المذهب الثاني ثم ما استدل به أصحاب المذهب الأول ثم ذكر الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني فصل ليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة المذهب الثاني له أن يقول ذلك ثم بيان فساد هذا المذهب الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني فصل اتفق على أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وغلب على ظنه الحكم فإنه لا يجوز له تقليد غيره الحكم إذا كان مجتهدا في بعض المسائل دون بعض والحكم إذا كان المجتهد عنده القوة على أن يبحث المسألة والنظر في الأدلة هل يجوز له تقليد غيره؟ ثم فصل إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بيانها توجد في مسائل سوى المنصوص عليه فهل مذهبه في تلك المسائل كمذهبه المنصوص عليه؟ وإذا لم يبين العلة فما الحكم؟ وإذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين هل يجوز نقل حكم إحداهما إلى الأخرى؟ ثم إن نص المجتهد في مسألة واحدة على حكمين مختلفين فما الحكم؟ ثم فصل في التقليد في تعريفه لغة وتعريفه شرعا وما لا يسوغ التقليد فيه وما يسوغ التقليد فيه وهو التقليد في الفروع ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم بيّن بطلان ما ذهب إليه بعض القدرية من أن العامة يلزمهم النظر في الأدلة في الفروع هل يجوز التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما اشتهر؟ ثم فصل هل العامي من يستفتي من أهل الاجتهاد إذا توقف؟ ثم فصل عن المقلد يسأل من شاء من المجتهدين قيل يلزمه سؤال الأفضل دليل القول الأول ودليل القول الثاني وهو سؤال الأفضل ثم أقوال أخرى ثم ذكر بابا في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح فالمجتهد ينظر أولا إلى الإجماع دليل ذلك ثم إلى الكتاب والسنة المتواترة ثم عرف التعارض ثم تكلم عن الترجيح يحصل في الأخبار من وجوه الوجه الأول ما يتعلق بالسند أحدها كثرة الرواه الثاني معرفة أحد الراويين بزيادة التيقظ الثالث كون أحد الراويين أو رعى وأتقى الرابع كون أحد الراويين صاحب الواقعة الخامس كون أحد الراويين باشر القصة ثم ذكر الوجه الثاني في الترجيح لأمر يعود إلى المتن ثم لأمر خارج ثم فصل أخيرا في ترجيح المعاني انتهى الشريط التاسع والأخير من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقد سجل هذا الشريط على فئة تسعين دقيقة وهو الأخير من الكتاب كله والأخير كذلك من المجلد الثالث قرأ الكتاب عليكم أحمد إزت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر